لما تتبع سيرة عن تربل شداد تجد أنه يفتخر بفطولاته ويفتخر بسواده بشكل عظيم يعني يرى أن السواد هذه ميزة له ميزة أنه صار أسود لكي يكون مميزا لدى العرب فارس يعني جديد على العرب لكنه أسود فظل يفتخر في هذا الجانب بشكل كبير لما تتبع قصائده ترى أنه في كل قصيدة يذكر سواده ويفتخر فيه هذا السواد ما ياخذ هذا السواد هذا أنه عيب عليه ولا كذا يعني يقول أنا ابن سوداء الجبيني كأنها ضبي ترعرع في رسوم المنزلي لما يقول قصيدة الشهيرة حكم سوفة كثير قابل عذلي ومنها قصيد كثير قصائد كان عن تربل شداد يفخر في سواده وفي بطولاته معا وصلنا إلى أن حسين ابن ضمضم الذبياني أو المري الذبياني المري الذبياني شتم عن تربل شداد في أبيات شهيرة الأبيات اللي قلناها في الحلقة اللي طافت وتكلمنا أنه تفاخر أنه شق وجه عنترا في المعركة يعني فعنترا ضمها وصرها في نفسه قال ما أخليك يعني سالفت أني أخليك لا بالله أنا ما أخليك جاء طال أمرك عنترا بن شداد ويترقب الأيام ويعد الأيام والليالي على أساس أنه يلتقي في حسين بن ضمضم يبيه بمعركة ومعارك داحس والغبراء ما تنتهي من معركة لمعركة بين أول شيء عبسه ذبيان وبعدها تفرعت بين القبائل إلى أن صارت قبائل ضد قبائل يعني وكلها في داحس والغبراء طالع أنترا بن شداد القيس بن زهير والربع موجودين قال لي الربع ما في معركة جديدة ما في شيء قال والله ما عندنا من العلم إلا أنهم ذبيانهم خلينا يعني نجلس راحة أما أننا نبعد من الديار هذه ولا أننا بنواجههم كل يوم قال حنى بنواجههم بنواجههم لكن أنا الرجال لي ثار عند حسين سالفت أن حسين يشك جبهتي بهالشكل هذا لا بالله أنا ما أخلي لا والله أنا ما أخلي أبيه سالفت أني أخليه لا نهائيا قال وتوكل على الله حنى المعارك دائرة هل يومين هذه وتبي تصير المعرك تبي تجيك ويبي تجيك حسين أنتظر عنترا بن شداد إلى أن دارة راح المعركة وبدأ وطال عمرك ذبيان مرة ثانية يجهزون لقتال عبس في معارق داحس والغبراء وصار المواجهة اللي كان يترقبها عنترا بن شداد مع حسين ابن ضمضم وبالفعل صارت المعركة طال عمرك ودارت راح المعركة فواجه عنترا بن شداد حسين موجود قدامه وحسين كان مبتسم الرجل اللي يشوف أنه عنترا بن شداد هذا يا أمي أنت وين وين يعني أنا رجال طال عمرك شقيت وجهك في الأولى أول مرة الثانية عزلني بجدع راسك ومثل ما قلت لك كانوا بنوا ذبيان وهم قل لي لي شر ناس طال عمرك فيهم الشجاعة الشي الكبير وحسين بن ضمضم من الناس الشجعان يعني اللي يعد فيهم ويعتد فيهم في المعارك فتواجه وطال عمرك شافه أنت يا أنتر بن شداد وحسين شاف عنترا وصار بينهم ضرب سيوف وبدأت المعركة إلى أن التحمت هالوجيهة بعضة يعني وبدأ وطال عمرك يتقاتلون تواجه طال عمرك أنت يا أنتر بن شداد مع حسين يوم شاف حسين قدامه هو يقبل عليه ويضرب بالسيف والتلاحم السيوف بينهم بين بعض ويقوم عليه عنتر بن شداد ويلتف عليه ويلتف حسين على عنتر بن شداد ويضربهم بعض بالسيوف ويضربهم بعض إلى أن فلت سيف منه سيف حسين يوم فلت سيف حسين أخذ طال عمرك يهرب بخيله على أساس أنه يأخذ له سلاح ولا يأخذ له رمح عنتر بن شداد ما خلاه يوم شاف الهروب هذا هو طال عمرك وراه وراه بالمعركة واغبرتهم وراهم يوم اقبل عليه او جاء عليه عنتر من وراه يوم شاف حسين ان عنتر اقرب عليه ما يدري اشي يسوي شاء طال عمرك الرمح انت عنتر مشداد وضربه بظهره يوم ضربه بظهره ركز حسين في سرج الفرس تعرف اللي ثبته تثبيت ضربه ضربه اللي دخلها طال عمرك بظهره وإلى فخذه إلى أن ثبته داخل السرج يوم ثبت حسين قتل حسين في هذه الضربة يعني كسم فيها ظهره وقسم فيها ظهره اول ما قسم ظهره وقف وظال عمرك طالع فيه هو يعطيها الثانية ولا هو من صايد امس وقدر انه ياخذ عنتر من شدد ثارم حسين ابن ضمضم انتهت المعركة بينتصار عظيم لقبائل عبس على قبائل الاذبيان وطلعوا وطال عمرك إلى ديارهم وأخذ عنتر من شدد يردد ابياته العظيمة ابيات شهيرة ابيات من اعظم ما قال عنتر من شدد او من اعظم الابيات اللي قيلت في مسيرة عنتر بن شداد ما تقدر تقول هذا بيت اعظم من هذا لكن عنتر لا قال قال انتهى موضوع وش يقول اصبر حسينة لان تركت بوجهه اثرا فاني لا اخالك تصبري اصبر حسينة فان تركت بوجهه اثرا فاني لا اخالك تصبري ان الكرامة ندوبهم بوجوههم وندوب مرة لا ترى في المنحري شوف الوصف العظيم اللي قال يا اخي شوف القلب السباب اللي صار عليه صار عليهم هم فاهم سبة يعني اصبر حسينة فان تركت بوجهه اثرا فاني لا اخالك تصبري ان الكرامة ندوبهم بوجوههم وندوب مرة لا ترى في المنحري لكن في اكتافهم وظهورهم فبذاك ففخر بئس ذاك المفخري عطاها طال امرك واسمة بعد ما قتله ونهات طال امرك وتصدره خارج الملعب صارت ايام كثيرة على انتر بن شداد وايام مرت عليها ايام كبيرة كان من خلالها يحاول ان يوفق بين طريقين طريق الفروسية والمعارك العظيمة اللي قاعد يخوضها يخوضها مع داحس والغبراء وفي حرب داحس والغبراء مع قباء العبس وايضا في طريق ثاني كان لا يخفى على الكل يعني طريق الحب اللي يحاول من خلاله ان يصيد من خلالها عبلة خصوصا ان مثل ما قلنا قبل عم مالك او اخوها عمر بعد مقتل مالك وقال ان مالك هو اللي قتل في هذه المعركة اللي صارت مع ابناء ضمضم بدأ عمر ياخذها من قبيلة الى قبيلة يعني يطلع عبلة من ديرة لديرة على اساس انه ما يشوف عنتر ولا يشوف ولا يشوف وجه يعني يحاول انه يبعد عن انتر بشكل كبير فطلع بيوم الايام انت يا عمر اخو عبلة وطلع الى بني شيبان بني شيبان شديدين بأس مثل ما قلت لك اللي هم ابناء بكر بن وائل فطلع وطلع امرك الى قبائل شيبان انت يا عمر في ظل هالمعارك الدائرة بينهم بين قبائل الذبيان والاحلاف اللي قاعدة تصير على عبس طلع طلع امرك وابتعد كل البعد عن عنتر مشدد ما يبي شوف عنتر وما يبي عنتر كشوي جاي وطاق الباب بيخطب ويبي عبلة يا رجل خلاصنا انت عبلة منهلك انا رجال طلع امرك خلاص ووقفت براسي اني ياخذ عبلة يعني ياخذ عبلة فطلع انت يا هالرجل هذا اللي اسمه عمر ابن مالك العبسي طلع الى قبائل بنو شيبان جاور قيس ابن شيبان ابو بسطام تعرفون بسطام من قيس هذا قيس جاوره انت يا عمر وصارت جيرتهم جيرة كبيرة بسطام من قيس له حكاية شهيرة وسولفنا ايضا فيها وتكلمنا فيها ما نبي نوغل في هذا الموضوع لكن ناخذ نقاط على الحروف بسطام تربى عند خواله وقال بنو تميم ورجع من عندهم فارس يعني وفارس لا يشق له غبار وفارس معروف يعني وبسطام من قيس من الاسماء العظيم اللي مرت في التاريخ فبسطام رجع وجلس مع ابوه وجلس مع امه وجلس مع قبيلته بالتحديد في شكل اخر يعني غير الوجه اللي راح فيه يقولون انه راح كان يعني امه كانت خاف عليه بشكل كبير وكانت مش يعني معلمته على الفروسية والجندلة ومقابلة الفرسان والحروب وغيرهم من الامور هذه فتربى عند اماء او تربى عند خواله ورجع الفارس الشهم اللي كانوا يفخرون فيه بنو شيبان وجلس طال امرك في ظل ابوه بجوار منه بجوار عمر بن مالك العبسي عمر بن مالك العبسي كان جارا لهم عمر طال امرك جالس ما عنده من الشيطان طاري يسولف مع الناس اللي حولوا حواليه وربعه وكان مجاور هالعرب هذو هالأجواد وشوي طال امرك دخل عليه واحد قال له يا ولد ما عندي من العلم الا انه عنتر ابن الشداد جايك بالطريق قال الساعة السوداء عنتر ابن الشداد شي بي هذا شي بي مني قال يا ويد الرجال بنعمك ورجال جاي بياخذ عبله الرجال بيخاطب عبله سألفت انه كل شيء بتهرب من قبيلة القبيلة واجه الرجال قال يا رجل انا بيفتك منه ابوي يصدره للعصافير بالعراق على اساس انه يروح وما يرجع وراح ورجع والرجال وان ما روح من كل مكان او من اي مكان روحه جاني ودخل عليه ما يصير هالكلام هذا فصارت عنده يتعرف اللي ارق وقام يفكر بشكل كبير وطرت على باره فكرة خبيثة فكرة اخبث من الفكرة اللي دارت على ابوه قبل يعني اللي صدره للعصافير فجاء طال عمرك لبس بشته وضبط اموره ويطلع طال عمرك انت يا عمر العبسي وتوجه على من وتوجه على بسطان بن قيس يوم جاء اولا بسطان بن قيس الفارس الجديد اللي الرجال كله او الرجال كلهم يسولفون فيه ومعروف والد قيس الشيباني ورجال عقيد قوم هو يجلس عنده جالس طال عمرك متضايق وباين من وجهه انه متضايق فطالع فيه بسطان قال له اش علمك يا اللي حيث الغانم يا شف جوارنا متعبك بشي احد غاثك من الناس اللي موجودين ولا شي علمنا بس ناخذلك حقك وبشير باع الجوار ازدين اللي الناس كل insert in وش اللي مضايقك شكلك متضايق يعني قال لي والله اني متضايق وش اللي مضايقك يا عمر قل لي قال والله يا طول لي عمر انا رجال بالش تبه بن عمي قال ابن عمك منه قال عنت قال عنتر marché ليه مبلش الكالوش قال ورشhof قال من بلشني على عبله الرجال يبيعب له قال لي ما تزوجه قال الرجال عبد وش الجزوجه يا عمبي هذا اسود يا حبيبي والله ما ازوجه لو لو يتنطب قسم على الأرض سالفت أني أزوجه وأنا حيله بلأ أموت ويأخذ كيف لكن أنا موجود ويتزوج عبله لا بلأ هنسى الموضوع نهائيا قال جرد الرجال قل له توكله قال ما يفهم الرجال مسكه تمخه أني يبي عبله سالفت أني كل مرة أرده وأبوي سوى له كذا وأنا سويته كذا ومالك سوى له كذا وشأس قبل لا يموت كل الناس ردته والرجال ما سك إلا أنه يأخذ عبله أنا بلشت والله أني بلشت لكن والله أنا بجوارك يا بسطام قال بشير الله بعزك قال بسطام لا تخليني تكفى كوش تابي بس انت قال تكفى تخلص من عنده عنده الرجال نلف علينا عزي الله محن والخير لكن تكفى اطلع عليه وحاول أنك ترده عن هذه ديارك بالنهاية ونقرب لديارك ولي حيب لا تقرب لديارك توكل على الولايات الجهنية وردوا عني تكفى تكفى أني طالبك قال بشير الله بعزك ويمسك طالع عمرك سيف وبسطام بن قيس ويطلع ويجي على أبوه قال đến الرجال طالع ويمكني ما أرجال قال عوذ بالله وش العلم اللي عندك وش اللي جاري عليك قال قال الرجال ذباح العنتر قال العنتر قالي قال عنتر وين دياره وحنا وين ديارنا يعني وش اللي يجيب عنتر لك قال عنتر ميقبل على دياره يبيبن عمه ورجال ظاهر أنه بينهم أمر ما يبون يعني يصبحون فيه وها الرجال هذا بجوارنا سابت أنه ترضى هالأمر هذا قال لا ما أرضى بس تستهدي بالله خل الرجال يجي وانتفاهم معه وانشوف شان عنده قال لا لا سالفت انه يدخل ديارنا انسى الموضوع انا طالع له وبخلص هالرجال هذا من شر عنترة وبرجع وبعدها انتفاهم قال يا والد عنترة كان الرجال طالع انا بسطان بن قيس قال والله هو نعم انت بتروح توكل على الله هو يطلع طال عمرك ويشد فروسه انت بسطان بن قيس ويتوجه طال عمرك الى عنترة بن شداد على اساس انه يقابل وقبل لا يدخل مضارب بنو شيبان عنترة بن شداد رجال داخل عليهم وجاي عليهم مو طلاب حرب نهائيا هو اللي فيه مكف فيه عنده من الحروب يعني شيء كبير سالفت انه يبي يحارب لا رجال جاي طلاب نسب يبي يبي بنت عمو يبي يرجع فمو حاطب باله هالمعركة نهائيا شوي طال عمرك انت يا عنترة ما حس ولا مقبل عليه فارس بيركض وجاي ومرتفع ثقب وباين انه الرجال جاي يقاتل هو يجي طال عمرك ويسرج خيله أو يوقف خيله displays عنترة يوم وقف طالع فيه عنترة طالع بهالوجش ما يعرفون قال سم من انت قال انا بسطام بن قيس قال بسطام بن من قال بن قيس قال ابن قيس الشيباني الباكري الوايلي قال يبا قال والله مليون نعم ياله والله بسطام قال يطرك عنك النعم و يطرك عنك السؤال في هذي الرجال جاي هنية وادعوك لمبار replica كون تدعون مبارو جي fe diciendo يباك شيء يا عنتر أنا خلص من نداحس والغبراء أو خلص من وجهة الغبرة اللي تركتها أنت شتيبي بالضبط تعرفني أنت زين قالي عارفك أنت فارس بني عبس عنترا قال مدامك تعرف أني فارس بني عبس عنترا وراك ما تقلب خيلك وتتوكل على الله وتتركنا منها السوالة في هذه والأمور هذه أنا رجال رايح لبن عمي وبن عمي جاي عندكم ممكن توخر قال لا بالله أنا ما أؤخر ها هنا رجال طال عمرك قدامك وقدام بن عمك قال يا ولد أنا ماني جاي أحارب ممكن تبعد عني قال سلسيفك يا أنتر تراني ذباحك قال يا ولد ابعد قال سلسيفك يا أنتر طال عمرك يسلسيف وانت يا بستام مرقيس ويقبل على عنتر يوم أقبل على عنتر وعنتر طال عمرك يؤخر خيله ولا الرجال جاي من جنبه قال يا بستام ابعد الله يهديك ابعد أنا رجال تراني ماني طلابك ولا نجاي عليك وما بيني بينكم شي مصير المعارك تبي تجمعنا لكن ابعده أنا ما نجي أحارب قال أقول سل سيفك عنترا هو يجي طالع عمر كالعنترا من شدال يوم انه أقبل على عنترا بسطمه قري للشر هو يضرب عنترا يوم انه طالع عمرك شقي ده شقي ده عنترا يوم انه جرح عنترا طالع عنترا وم cada رجفي لجروحه هو يطالع فيه قالت رأي جرحتني قال لي أدري أني جرحتك وانا قاعد أقول لك أبقتلك اليوم قال ياودي اكتفي بهذا وأبعد عن طريقي اكتفي بهذا هذي اللي جرحتيني الجرح رح للناس سولف لو منك جرحت عنتر من شدان خاص رح توكل الله قال أنا رجال ذباحك هو يقوم طال أمرك انت يا بستام من القيس ويقبل على عنتر يوم من اقبل على عنتر يشيل الشلفة انت يا عنتر الشلفة الطويلة شاله هو يحطه قدامه أول ما أقبل عليه ويضربه بكتفه تعرف أن الضربة اللي يخلى بستام من القيس من فوق الخيل يوم ضربه هو يطالع عنتر كام منه شايبوب قال يا شايبوب وينزل علی, وينزل علی شایبوب قَال عَقْتِلُهِ وَيَشْ تاقْتِلَ إَنْ تا قتلْ بَسْطَانِ مِّنْ قَيْسِ طَيْبَرْ عَرْقِيْسِ طَيْنُو بَكَرْ أَنْو قال عَ response يدف ورявت عمرك على شرف نفسه طال، عمرك لائح يقينني نقوم بسطى أن يوجد قوة وحس نفسه يعني عمرو بن مالك قال يا انت رأنت وش علمك بالضبط انت رجال الحين وتيحت لك الفرصة انك تقتلني وما قتلتني مرتين يعني وش علمك انت تشتبي قال انا قاعد اقول لك رجال جاي العيال عمي او ولد عمي الاكشر هذا و بخاطب عبله منه و باخذه منه و برجع انا لك انت ما نجاي ولا نجاي البكر بن وايل ولا بهنا اموره نواجد و مصيره لأيام تجمعنا توكل على الله بس توكله طالع فيه انت يا بسطام استغرب هالفارس الشام العظيم اللي عافى عني مرتين ولا سوا اي شي قال لا بالله هذاك دربك وتوكل على الله و استرعنا موجهت قال يا واد حتى لو استر انا العلوم تبي تنقل هالعرب اترك السؤال فهذه كلها ويندرب بيوتكم قال ادرب هذاك ويطلق طالع امرك هاليام شوية طالع امرك هالي رجعت في اسطام من قيس يوم شاف وابوه قال قتلت عن ترى قال ولا بغينا نوخذ بس الله ستر علينا الحمد لله والامور طيبة قال جلوه شو اللي صار قال اللي صار ان الرجال ما ينطح وفحل نقشر ووجه قسما بالله انك تشوفه انك تخترع منه فنبعد عنه وخله يصطفيه وولد عمه وان شاء الله ما بينهم من الامور للتزينة طالع طالع امرك على عمر سلم على عمر هاله وغاله ويوم ما رحب ويوم شافه عمر عارف اللي سودة الدنيا بعيونه قال ايو دي انا مرسله في اسطام من قيس يعني وش ارسله هذا بالضبط اامري عن ترى قال والله ما عندي من العلم اجيه تلبوك اجيه كالحين وبي عبلة يعني عطوني عبلة تكفوني سالفت انه تخلوني طول عمري اكتبقي صايدة لعبلة وش الموضوع يعني وش الحب والاقشر اللي اللي طيحتوني فيه قال والله يا انتر تصبر علينا وان شاء الله الامور طيبة وتخبر داحس والغبراء والمعارك اللي قاعدة تصير والامور انتر محنا وميه وقت يعني زيجات وعراس وغيره قال لو تزوجني ما اني بسوي عرز قال ترك الامور هذه ويبشر الله بعزك كل ايام ان شاء الله الجاية ان شاء الله اني اباطيق قال واعد قال ان شاء الله المو خير يعني طالع من عنده انتر ابن شداد شد الحال وعمر ما يدلون وان ولا وكانت هذه سيرة يعني عامر ومن قبله ابوه انهم يطلعون من دير لدير ومن مكان المكان على اساس انه ما يقابل انتر ابن شداد لا يقدروا تذبح معاه وابن عمه وبالنهاية هذا انتر وما يبون يزوجونه فصارت او صار الامر بهالشكل هذا يعني وجهة نظر شخصية انا ارى انه عنتر ابن شداد يعني عنتر لم يتزوج عبله لم يتزوج عبله لانه يقال في الاثر انه متى ما تريد ان تقتل الحب فقتله بالزواج يعني يقتل الحب بالزواج لذلك عنتر الى اخر ايامه هو دائما يعني يستذكر عبله ويتكلم عن عبله رغم انه في حكايات كثيرة كانت تحكي انه عنتر ابن شداد او عبله ما كانت بنت عم عنتر ابن شداد شون ابن امر ايه يقولون انه ما كانت بنت عمه خصوصا لما ينشد بعض القصائد اللي كان من خلالها يعلم عبله خصوصا في قصيدته معلقته الشهيرة لغادر الشعراء من متردمي أو ينذر عبله من خلال القصيدة هذه أنه تراني قتلت قوامك سويت كذا وسويت كذا فيقولون أن أم الهيثم اللي كان يذكرها أنت عنتر من الشدات أقوى وأجدر وبعد أم الهيثمي قصيدته الشهيرة اللي كان يقولها يقولون أن أم الهيثم كانت عبلة لكن في مراجع تقول مش عبلة يعني إذا كانت عبلة هو كان يستذكر يعني أنه كان يقتل أقوامه ومن الأمور هذه كلها ففي مراجع تقول أنه عنتر ابن شداد أصلا يعني ما كانت عبلة من تعمه فكان يماري أو يفاخر بقتل أقوامه وغيرها وأنه يبي عبلة يعني فوقهم وكذا وفي بعض القصايد كان يحاول أنه يشبه زوج عبلة أن عبلة تزوجت يعني فكانت محرمة عليه فكان يرسل لها الجواري يرسل الجواري على اساس أنه يشوفون بس عبلة وين وزوجها منه أو منه تزوجت ومنه خذاها فكانت الأمور يعني مشتبكة في حياة عنتر ابن شداد وفي قصادة عنتر ابن شداد إذا أخذتها في جانب أنه ما تزوجها إذا أخذتها في جانب أنها تزوجت إذا أخذتها في جانب رحلة حب عاشها عنتر ابن شداد في أثر عبلة وكان دائما يفاخر فيها مثل ما يذكر مثلا زهير بن أبي سلم لما يقول بانت سعاد وفقلبي اليوم ما تبوله متيم أثرها لم يفدى مكبوله وقال كل صديق إن كنت آمله لا أولهي أنك أني عنك مشغوله نبأت وأن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله ما أموله فكان يأخذ عبلة كمسار قصيدة يعني أو حب يحاول من خلاله أن يبدع في القصاد ويسند قصيدته إلى عبلة بشكل كبير يعني هل تزوج عنتر ابن شداد الله أعلم نرجع طال عمرك إلى سيرة عنتر ابن شداد وش اللي صار بعدها لما رجع عنتر ابن شداد إلى قوم ولم تتوقف المعارك والمعارك كانت عظيمة شارك في معارك عظيمة يوم عراعر شارك في عنتر ابن شداد ويوم الفروق شارك في عنتر ابن شداد وكتب على ذلك قصاد عظيمة وكانت أيام من أيام العرب اللي تذكر في الجاهلية وتذكر أيضا الوقت الحالي ومؤرخة من قبل الطبري ومن قبل ابن كثير ومن قبل كثير مؤرخين على هذه الأيام لذلك تجد عنتر موجود طال أمرك في هالمكان وهالمكان فتجمع حكايته وتحاول أنك تجيبها بشكل مترابط قليلا مع بعضه البعض دارت لعنتر ابن شداد معارك عظيمة ومعارك تذكر في التاريخ بشكل كبير عنتر لما رجع طال أمرك من طلبة العبلة أكمل مسيره في الحروب والمعارك في يوم الأيام جاء طال أمرك ربع من ربع والخاصين قال له يا عنتر بنوا حريقة موجودين ويتهددون نيوبون قال بنوا حريقة قالي بنوا حريقة في النسب في النسب ربما أقول ولست جازما أنهم يرجعون إلى قباء الربيع إلى قباء الربيع الكبيرة فبنوا حريقة منهم خصوصا أنه ذكر أسماء في قصيدة شهيرة له عنتر لنشداد كانت يعني تمت هذه الأسماء لهذه القبيلة العريقة القبيلة العظيمين فكان بنوا حريقة يعني لما تبحث في نسبهم وتبحث بالأسماء اللي ذكرها عنتر لنشداد راح تعجز وانت تبحث يعني ما تدري من وهذه الأسماء لكنها باين من أسماء كبيرة كان يوم جاء العلم أن بنوا حريقة يتهددونه ويبون عنتر بن شداد وكان فيهم واحد اسمه جابر المهلهل وكان فيهم واحد اسمه الزبرقان واحد اسمه الهيذبان وناس يعني ناس أسماءهم وألقابهم تبين أن هالناس هذول الناس هم هينين طلعت لأمرك عنتر بن شداد وشد الحاله مع قباءل بنوا عبس لمعركة شهيرة وصارت بين عبس وبين بنوا حريقة توجهوا فرسان بنوا عبس وكان على راسهم عنتر بن شداد جاهزوا أمورهم وضبطوا أمورهم على بنوا حريقة فطلعوا وطل أمرك يوم أقبلوا على القوم جاهزوا أنفسهم الناس وجاههم النذير بالعلم أنه بنوا عبس يبونهم بنوا عبس جايينهم وناس طلاب الدم فكان كأنه الشدة اللي بينهم والمعارك اللي قبل بينهم أو السباب اللي صار بينهم كان كبير يعني ما كان أمر هين عشان يطلع عنتر بن شداد من هالمكان ويتوجه على بنوا حريقة لكي يأخذ بثار له وليبني عبس وصالوا طال عمرك أنت يا عنتر بن شداد ووصل طال عمرك القوم معه يوم تواجهوا أمور هذول بنيوا حريقة مجهزين أنفسهم وعلى رأسهم ناس كثار وكان بينهم رجل كان الرجل هذا شايف نفسه شايف نفسه بشكل كبير ويتمشى بخيله قدامه مجهز نفسه ويطالع فيهم بشكل يعني استصغار يعني من أنتو يا ومنكم جايين علينا وش أنت يا عنتر بن شداد ولا غيرك عنتر كان يراقبه ويراقب المشهد بشكل ثري دي فاهم يطالع فيه بشكل بانورامي شوف الرجال هذا يتمشى قدامه وماخذ راحته وهناك طال عمرك ناس فرسان يعرفهم عنتر بن شداد يسمونهم الزبرقان والهيذبان وفي جابر بن مهلهل يعرف عنتر بن شداد يعرف فرسان عظماء كانوا موجودين من بنيه حريقة فكان موكدهم عنتر بن شداد فالمعركة هذه عنتر أبدأ من الفروسية ما يتحدث عنه العرب إليه ومن الحالي خصوصا بعد ما أرخوا عنتر بن شداد وضع عليه ختمه في قصيدته الشهيرة حكم سيوفك فيه قابل عذلي بدت طالع عمرك المعركة بين الخصمين المتواجهين بين حريقة وعنتر بن شداد وقبيلة عبس صارت المعركة ودخلت القبيلتين في بعض وبدأوا طالع عمرك شيله بوك وحط أخوك والرمح اللي يمشي ميتين والسيف اللي ما تسمع إلا رنت السيف على الضربة اللي تجيه وعلى الخيول اللي كل واحد يقضب بعضه ويكفكفها عنتر بن شداد يكفكفها طالع عمرك من كل جانب ويحاول أنه يدخل من هنا ويدخل من هنا كان الظفر اللي عنتر بن شداد بالمعركة هذه ظفر عظيم جدا وش سوى عنتر بن شداد يوم أقبل عليهم شاف حط بباله الأخي لهذا الرجل اللي كان يعني شايف نفسه الأخي المغرور كان شايف نفسه يوم شاف أن عنتر مقبل عليها أقبل على عنتر بن شداد ما يمديه أقبل على عنتر هو معطيه طالع عمرك الطعنة اللي دخلت في قلبه مباشرة إلى أن اخترقت جسده هو طالع عمرك من فوق الخيل هو يقبل طالع عمرك على ابنه ربيعة من الأسماء اللي موجودة في التاريخ في سيرة عنتر بن شداد يوم أقبل عليهم كانوا أخوان اثنين تحاموا على عنتر بن شداد على أساس أنهم يقتلونه زبن طالع عمرك الأول ولا هو سادح من فوق الخيل وزبن الثاني وهو طالع عمرك متكاتف معه وهو طالح على الأرض قتل الأول وقتل الثاني يلحقه بأخوه وهو طالع عمرك يطلع عنتر بن شداد إلى أن قابل الزبرقان الزبرقان مش الزبرقان بن بدر الزبرقان واحد من الفرسان الموجودين في المعركة شاف ولا يتعارك معه قيس بن زهير يوم شاف قيس بن زهير يتعارك معه دخل عليه طلعونك بالمعركة ما يمديه التفتي بيشوف من رجاهه ولا عنتر بن شداد وكأن عنتر بن شداد يحاول أن يحرث هذه الأرض في المعركة لكي يثبت للعامة أجمع من القبائل اللي سمعت بعنتر واللي ما سمعت بعنتر أنه ها أنا ذا أنا عنتر بن شداد اللي قتلها عنتر بن شداد في المعركة هذه ما كانت سماء هينة دخل على الزبرقان ولا هو طلعونك مخلي راسه مترين عن جسده ويطلع طلعونك كل هذا الهي ذبان موجود وينتخل هي ذبان يا بنو حريقة يا بنو حريقة ما يقبل طلعونك عنتر بن شداد ما يمديه أقبل على عنتر هو طلعونك طاعنه بالرمح الى مخليه سبعين متر عن الخيل فاهم اللي طاعنة الرمح اللي ردته وراء على طوله هو يطالع وراء ولا جابر المهلهل ينتخي جاي معها القبيله عنتر بن شداد اللي سواه بمعركة بنو حريقة كان فعل عظيم جدا فعل خل القبائل كلها تهابه القبائل كلها اللي حتى ما سمعت في اسم عنتر بن شداد صارت تسمع بعنتر بشكل أكبر ما أحسوا اللي جابر المهلهل جاي يوم جاي جابر قال يا جابر وش اللي جايبك يا جابر حياك الله جاي جابر هو يتطاحن طالع أمرك مع عنتر بن شداد ما يمديه خذاله فيه شوط ولا هو ملحقه بربعه الأولين على أثر هذه المعركة الشهيرة اللي انتصرت فيها عبس على بنو حريقة قال قصيدته الشهيرة قصيدته العظيمة قصيدته اللي دائما ما نرددها مع بعضنا البعض ما يقول عنتر بن شداد يقول حكم سيوفك في رقاب العذري وإذا نزلت بدار ذل فارحلي وإذا بليت بظالم كن ظالما وإذا لقيت ذو الجهالة فاجهلي واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مدليلا تحت ظل القصطة فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل موت الفتى في عزه خير له من أن يبي تأسير طرف أكحل إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثرية والسماك الأعزل أو أنكرت فرسان عبس النسبة فسنان رمحي والحسام يقر لي ولقد نكبت بني حريقة نكبة لما طعنت صميم قلب الأخيل وقتلت فارسهم ربيعة عنوة والهيذبان وجابر ابن مهلهلي وابني ربيعة والحريش ومالكا والزبرقان غدا طريح الجندل وأنا ابن سوداء الجبين كأنها ضبي ترعرع في رسوم المنزل الساق منها مثل ساق نعامة والشعر منها مثل حب الفلفل يا نازلين على الديار وأهلها هل لا رأيتم في الديار تقلق لي قد طال عزكم وذلي في الهوى ومن العجائب عزكم وتذللي لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنضل ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أفضل منزلي لاحظت الأسماء اللي قالها عن تربو الشداد في المعركة الحريش ومالك وابني ربيعة والزبرقان والأيذبان وكلهم يفتخر أنه هو اللي قتلهم هو اللي خلص عليهم في هذه المعركة دليلنا أنتر بن شداد كان شديد البأس في هذه المعركة بشكل ما ذكره أصلا هو في قصائده في قصائد كثيرة لما تكلم عن هل غادر الشعراء المتردمي تكلم عن ابني ضنضم وغيرها في مواضع بس بسيطة لكنه لما وقف في هذه المعركة بالتحديد ذكر طلمك التفاصيل في أسماء رسخها عن تربو الشداد في شعره وما زالت مجهولة الهوية إلى الآن مرت الأيام على عن تربو الشداد وكانت كل أيام عن تربو الشداد السابق فيها أجمل بكثير من القادم صار حدث عظيم والحدث هذا كان حدث كبير ما كان حدث بسيط خصوصا أن الحدث هذا دخل فيه صاحب العمامة الحمراء من صاحب العمامة الحمراء؟ نعرف إن شاء الله في الحلقة القادمة نتواجع على خير إن شاء الله السلام عليكم ومدجج نكره الكمات ونزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي الوصف دقيق جدا في شعر عن تربو الشداد هذا ليخليك تتبع قصائد لتعرف من هو المدجج الذي وقف أمام عن تربو الشداد وكره كمات نزاله وصلنا في الحلقة السابقة على صاحب العم الحمراء تكلمنا إنه صار حدث عظيم الحدث هذا غير خارطة أكبر من الخارطة اللي تغيرت قبل لكن قبل لا ندخل به الأمر هذا ارجع لي شوي بالتاريخ وراء حرب داحس والغبراء قامت بعد حدث كبير تكلمنا فيه اللي هو الشو مقتل زهير بن جذيبة شوف على أساس أنه تعرف دائما مثل ما كنا نذكر أنه لا يوجد عدو دائم ولا يوجد صديق دائم خصوصا في أيام الجاهلية والآن درجة تحت السياسة لا يوجد عدو دائم ولا يوجد صديق دائم أنت يمكن اليوم عدو بكر أنت صديق فتتغير المفاهيم على حسب المعطيات اللي موجودة قدامك وهذا حق شرعي وهذا يعتبر من الذكاء الكبير اللي يستخدمه الإنسان لكي لا يصنع نفسه أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين دائمين تذكر يوم تكلمنا عن الحارث بن ظالم المري الذبياني اللي طلع طال عمرك على أساس أنه يقتل خالد بن جعفر بن كلاب بعد ما خالد قتل زهير بن جذيمة وهرب إلى النعمان بن منذر راح طال عمرك هناك وقتل مثل ما قلنا قتل خالد بن جعفر بن كلاب وهرب وين هرب هرب طال عمرك إلى قبائل القبائل هذه كانت قبائل تمي نعم كانت قبائل تمي وهرب لهم أنت بعد ما حاولت كثير من القبائل تبرأت من فعلة الحارث بن ظالم المري خصوصا أنه قتل ضيف عند ملك فكلهم كانوا يخافون من النعمان بن منذر أو أغلبهم ما يبوني لجونها الرجال هذا وما يبوني يجي عندهم عساس ما يلحق بهم الشر يعني فكان ينتقل من قبيلة إلى قبيلة إلى نوصل قبائل تميم قبائل تميم ومسكوا الرجال هذا طال عمرك وقالوا أنت معنا وخلك هنا وانتهى الموضوع ما لك شغل بشيء والله ما يجونك لا بني عامل ولا غيرهم بن عامل ما كانوا يقليلين شر خلوا طال عمرك ضبطوا أمورهم مضبطوا سلاحهم مضبطوا وجوشهم وتحاربوا مع تميم عشان منه عشان الحارث بن ظالم المري الذبياني وبالفعل دارت معركة عظيمة هزمت فيها تميم وأسر معبد بن زرارة منه معبد بن زرارة ابو نمرك معبد هذا كان ملك كان أمير خلن نقول كان أخوه لقيط بن زرارة لقيط بن زرارة رجال ما يرد على لباس العمام رجال طال أمرك ما يشوف أحد قدامه وكان يسمونه أبو دختنوس وكانت له قصة شهيرة وصاحب الأم الحمراء هو هذا الرجل نفسه فكان الرجل هذا تعرفني دايما إذا راح للمعارك ويبي يدخل معارك ولا غيره من الأمور يجيب بنته دختنوس ومسميه دختنوس كأسم فارسي يعني على يعني أنا تراني يعني معك يسرح راس براس اثنين ما بعض وكان شجاع لقيط بن زرارة وكان عنده أخو ثالث اسمه حاجب بن زرارة فكان لقيط وحاجب ومعبد كانوا أخوان ومعروفين عند القبائل كلهم أنهم من أشجع فرسان بن وتميم آنذاك فيوم صارت الحرب مع بن وعامر قدروا أنهم يأسرون هذا الرجل اسمه معبد أسروا معبد بسكوا معبد وخلوا عندهم راحت المعركة وانتهت المعركة وبعد المعركة صار أمور الفدية مثل ما يصير في المعارك الجاهلية وكان اليوم اللي أسر فيه معبد بن زرارة أخوك يا لقيط بن زرارة كان اسمه يوم الرحرحان فاجأ طال أمرك أنت يا لقيط بن زرارة وأقبل على القوم هذول اللي بني آمر قال لهم يا ربع حنا بيننا عرف والعرف عند العرب ما ينتهي قالوا آمر وش اللي عندك قال والله أنا رجال أبي معبد معبد أسير عندكم وماني داخل معكم حرب الآن أبي طال أمرك معبد تسلمون لي وبطلع قال هو بشر والله أبعزك شو ش اللي تقدموا على اساس نعطيك معبد قال لقدم لكم اللي تابون يعني العرف العرب اللي نعرفه ميتين ناقة وانتهلمو أعطيك ميتين ناقة وأخذ أخوي وتوكل على الله قال لا يا حبي قال لقد قالوا أنت مو تسوي نفسك ملك قدام الناس أنت مو على اساس أنك ملك وكذا والناس كلهم قال لي إن شاء الله أني ملك وأنا الناس كلها تعرفني وما تعرف لقيط قال لا بالله أنا عارفك عز الله يا لقيط أنك مليون نعف لكن أنت مدامك ملك ادفع دية ملك وش دية الملك قالوا له دية الملك ألف ناقة قال يا الربع ما يستره الكلام هذا حنم التفقيم بيننا عرف يا العرب على مئة ناقة على مئتين ناقة ألف ناقة قالوا أنت تقول أنك ملك انتهى الموضوع سلمنا طال عمرك ألف ناقة وخذ أخوك معبد قال لحظ تدرون شو ما أرجع لكم إن شاء الله وقت ثاني طالع من عندهم ما طول معبد في السجن أو في الأسر اللي موجود عند بنو عامر ومات أفلسوا بنو عامر من الدية وأفلس لقيط من أخوه لقيط طال عمرك يوم سمع أن أخوه معبد مات في السجن أو مات في الحبس أو مات في الأسر عند بنو عامر حقد حقد كبير قال والله أني ما أخليهم دارت بعدها رحها معركة أو حرب داحس والغبراء اللي أشغلت العرب كلهم لكن كان فيه ثارات بين القبائل هنا وقف طال عمرك عند نقطة أنه بنو تميم على بنو عامر وكانوا بنو تميم هم اللي بزبلين الذبياني الغطفاني الغطفاني اللي يرجع طال عمرك مع عبس وذبيان الحارث بن ظالم اللي خذ ثار قيس بن زهير فهمت؟ بنو تميم كانوا بصفهم فمثل ما أقول لك لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم هلو كان طال عمرك بنو عامر كانوا هم اللي طلابة أثار يبون الحارث بن ظالم المري من بنو عبس ومن بنو ذبيان ومن غطفان بشكل عام يعني فشوف شون قلبت الآية لما دارت رح المعارك في داحس والغبراء أخذت طال عمرك الأخضر اليابس فقاموا التحالفات أو قامت التحالفات بين القبائل العربية تصير تصير من هنا تحالف ومن هنا تحالف عبس ضاقوا ذرعا بالمعارك بشكل كبير وكانوا يطلعون طال عمرك من مكان إلى مكان هروبا من أبناء عمومتهم على أساس أنهم ما يواجهونهم فيهربون من قبيلة إلى قبيلة يطلعون طال عمرك من مكان إلى مكان ما يجلسون مكان واحد مرة تلقام عند بنو سعد مرة تلقام عند تميم مرة تلقام عند فلان وانت ما هاشي يعني لكن هل تتوقع أن بنو عبس أثناء هروبهم من مواجهة بنو ذبيان مش خوفا من بنو ذبيان لا بس حسوا أن المعركة هذه والحرب هذه رح تهلك الطرفين تهلك الحيين وكان قيس الرأي قيس ابن زهير العبسي يرى أنه لابد أننا نبعد عنهم هذول الناس مهم راضين يوقفون هم اللي يبعدون معركة وهم اللي يبعدون يفنون الحيين فكان يبتعد عنهم يبتعد لكن ما يتحالف يطلع طال عمرك بجوار القبال جوار القبال لكن من القرادة اللي تكلمنا عنها قبل في حكاية قيس ابن زهير أنه كان كل ما يروح طال عمرك إلى قبيلة وإلى مكان يقومون يقلبون عليه يستضعفونه يشوفون طال عمرك بنو عبس والغرام اللي عندهم ولبل والخير وهذا ويستضعفونهم ويحاولون ينقلبون عليهم لكن كانوا مفصليين بنو عبس في المواجهة بحيث أنه ما قدر أحد يكسرهم من القبال هذه الوقات دارت السنوات دورتها على بنو عبس هم متنقلين من مكان لمكان ومن قيرها لديلة ومرت عليهم أيام عظيمة أيام يذكرها العرب بمسميات كثيرة مثل يوم عراعر يوم الفروق أيام كثيرة كانت بين قبال العبس وبين القبال اللي يروحون عندهم في يوم الأيام وتحديدا في يوم الفروق جاءوا طال عمرك قبال بنو سعد وشافوا أن قبال بنو عبس جاسين طال عمرك يطلعون من مكان لمكان ويحسون العرب أن هذولا غنيمة باردة يعني على أساس أني أو أقدر أني أخذهم وخلص عليهم وانتهى الموضوع واخذ اللي وراهم يعني فما يدري بأس بنو عبس يعني في هذاك الوقت اللي كان يقلب الطاولة في كل حين وكان مثل ما قلت لك قيس بن زهير وعن ترى المشداد مفصليان في هذه الحروب يعني يضيف عليهم عروب من الورد يضيف عليهم المسميات العظيمة اللي كانت مع قبال العبس الوقات طال عمرك يوم حسوا بنو عبس أن بنو سعد يبونهم طلعوا طال عمرك وخلوا ديارهم وهربوا طلعوا يبون روحون المكان ثاني يبون روحون القبال الثانية وهم بالطريق التفت واحد من الموجودين قال يا ربع جوكم قال من له جونة قال جوكم بنو سعد ومعهم تميم تميم شلون قبل تميم كانت مع الحارث بن ظالم مرري وراحت على بنو عامر فهل يقول لك وش اللي صار اللي يقلب بنو تميم عليهم هذه غنيمة يا حبيبي من صديقي هذاك اليوم كنت صديقي لكن الان من صديقي انت عدوي فجو عليهم طال عمرك وكان على رأسهم رجل الرجل هذا يقال ان اسمه معاوية بن نزال او معاوية بن نزال معاوية هذا جدة كالحنف ابن قيس جاء طال عمرك معاوية بن نزال يوم شاف بنو عبس طالعين ومتاركين ديارهم يوم التفتوا بنو عبس ولا هذولا جايينهم وهم يردون طال عمرك بنو عبس على اساس انهم يقابلون هالناس هذولا على اساس انهم يحاولون انهم يردونهم عن نساءهم وعن حلالهم وعن خيلهم وعن الخير اللي موجود عندهم كان في مقدمة الفرسان هذولا عن تر بن شداد يوم انه رد عن تر بن شداد طال عمرك قدامهم ولا هذولا موجودين قال يا قيس قال سام قال عليهم هم يجون طال عمرك فرسان بنو عبس ويلتفتون التفاتة الرجل الواحد ويتوجهون على قبيلة تميم مع قبائل بنو سعد او معاوية بن نزال تحديدا يوم رجعوا طال عمرك عليهم وشافوا الناس هذولا ان قبائل عبس رجعت لهم قالوا خلاصنا عليهم انت الموضوع قال وكان طال عمرك ما يمذي جوهم وهي تدور راح المعركة يوم دارت راح المعركة كان معاوية بن نزال كان رجل رجل يعني كل الفرسان او فرسان بنو عبس يهابونه يعني كانوا يقدمون ويتعرف اللي بخيلهم ويقدمون عنده ويقاتلون يمين ويساره بس ما يقربون له الرجل كان شديد البأس بشكل كبير هل تفاتوا عن تر بن شداد طالع ولا هذا معاوية بن نزال قدامه وهو طال عمرك انطلق عليه انطلق عليه عن تر بن شداد شافوا انتهى معاوية بن نزال فابتسم ابتسامة الرجل اللي ما تدري ابتسامته شلون صائرة هل ابتسامت خوف ولا ابتسامت شجاعة اني خلاص اللي الرجل هذا انتهى موضوع يعني اللي جايني انتهى عن تر لكن يعرفون ابو الفوارس هذا الرجل الفلحاء يسمونه أو يسمونه مسميات عظيمة عن تر بن شداد كل اسم بالشجاعة تقدر تسميه فيه دخل طال عمرك عن تر بن شدد عليه يوم دخل عليه وهو يعطيه طال عمرك بالرمح يوم عطاه ولا الرجال مهو خويه ملول هو يقلب طال عمرك قلب هل يقول عن تر بن شداد في قصيدته هل غادر الشعراء من متردبي ويصف هذا الموقف الشهير الموقف العظيم وش يقول فيها يقول ومدجج كره الكماة ونزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم الرجل هذا بهالمعركة واقف ويتلفت الخلق الله لا هو اللي هارب ولا هو اللي واقف ومدجج كره الكماة ونزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم لما رآني قد نزلت أريده أبدأ نواجده لغير تبسم فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرمي يعني لا تحاسب أن الضرب اللي يجينا كعبيد واللي يجينا تشوفنا كسواد يعني بشرة ولا غير ولا تشوفنا كبنو عبس اللي متهالكين الآن من معركة وحرب داحس الغبراء اللي أخذت أكثر من ثلاثين سنة في العمر هذا كله إلى أربعين رايحة لا تحاسب أن أي واحد مننا حتى أنت يا الكريم أبن الكرام حز الله أنك تروح وهذه من عدوات العرب العظيمة ما قال أنت يا ربن شداد هذا الذليل وهذا اللي فيه وهذا اللي فيه وش اللي قال عنه عنت ربن شداد فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم ما قال له أنت الذليل قال له أنت الكريم ويدري أنه كريم فهذه من محاسن العرب حينما يتحدثون عن أعداءهم مثل ما قلنا قبل ويتحدثون طال أمرك بالفخر والاعتزاز كل ما كبرت عدوك كل ما كبرت أنت مثل عدوك وأكبر خصوصا إذا انتصرت عليه تقلبت الأحوال في أنت ربن شداد بعد ما أخلصوا بهالمعركة هذه ومن هالمعركة هذه وانطلقوا طال أمرك إلى قبائل على أساس أن يجاورونهم الوقات طال أمر قدارت الدنيا فيهم وما يدرون أن يروحون وشوف سبحان الله من يعني تقول من تقدير الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور يعني يوم أنهم التفتر والقبائل كلها كل ما راحوا القبيلة اقلبوا عليهم كل ما راحوا القبيلة اقلبوا عليهم قالوا يا وقت تدرون شلون نطلع طال أمرك القبيلة هالقبيلة هذه الظاهر أنكم تعرضون كلكم يا بني وعبس يمكن حتى الناس تشوف الفيديو يمكن يعرضون يعني يقول لك من جدك أنت تتكلم من أمر ايه من جد تخيل أنه جلس معاهم قيس بن زهير مع انترا بن شداد وقال له يا انترا ويا الربع الموجودين حنا الآن ما عندنا لقبيلة وحدة لابد أننا نجي ونجاورهم لازم أنه نحسن الجوار لهم ونكون معاهم القبائل العربية أغلبها صارت أعداءنا الآن في حرب داحس والغبراء بن وذبيان ما بقي أحد ما تحالفوا معا وما بقي أحد ما تدخلوا معا على أساس أنهم يقضون علينا وما قدروا لكن راح يقدرون شوين يقدرون إذا بقينا لحالنا لازم نجاور ليش نجاور ما قال أنت حالف لأن الجوار له حكم عند العرب إذا جاورتك حقي من حقك خلاص انتهى الموضوع أنت تتحاميني إذا صار شي لك ما حالفك نصير حلف أنه إذا صار لك شي بيوم والأيام ولا يصير حلفنا واحد لدرجة أنه يمكن نضيع بين القبائل لحالنا فكان حريص كل الحرص أنت يا قيس بن زهير أنه ما يطلع طال عمرك ولا يتخالط مع القبائل العربية اللي موجودة في شتة بقاع الجزيرة العربية وجزيرة العرب قالوا كان طال عمرك يوم اسمعوا كلام وقالوا وينت بين الروح عند مين وينت بين الروح قالوا والله أنا بروح لبنو عامر قال بنو عامر أنت فيك بلأ قال بنو عامر أشداء فما لنا لبنو عامر قالوا يا قيس بنو عامر نحن قاتلين خالد بن جعفر و بن كلاب الذبياني هو اللي قتلهم قال لقتلوهم بنو ذبيان حن ما قتلنا اللي قتلوا طال عمرك الحارث بن ظالم المري قالوا لكن لثائر زهير أبوه قال ما فيه سالف الثائر خلاص عدوهم المري الذبياني حن الآن أعداءنا المري الذبياني حنت حن لازم نجاور بنو عامر لكن نطلب منهم الجوار على أساس أن نخلص من الأمر هذا و نجاورهم ما نبيه ما نبيه المعارك و تشوفون الناس طال عمرك ما عندهم من المشاكل شيء و ما عندهم من الشيطان طاري قالوا تم طال عمرك خلاص توكر على الله قال رسولهم الرسول أرسل قيس بن زهير ناس على بنو عامر و قال لهم حياكم الله وقلطوا عندنا جاءوا طال عمرك قبائل عبس على رأسهم قيس بن زهير و من أبرز فرسانهم عن ترمو الشدات طالع طال عمرك عن ترمو الشدات و توجه مع قيس بن زهير و قبائل بنو عبس إلى أن وصلوا قبائل بنو عامر و جلسوا عندهم و حسنوا الجوار بين الحيين لما تروح طال عمرك إلى الجانب الآخر ما ترجع لا وش اللي قاعد يصير في الجانب الآخر اللي قاعد يصير في الجانب الآخر قبائل تميم بقيادة لقيطة بن زرارة ما رح يخلون ثار أخوهم معبد فهم الدوران الوقت صح حلو قبل يحربون بنو عامر على أساس أنهم يبون الذبيان عندهم و الآن طال عمرك يحربون بنو عامر على أساس أن عبس موجودين عندهم وذبيان يبون يحربون مع لقي حوسة الوكاد طال عمرك لقيط من زرارة ما يترك ثار أخوه معبد فجهز طال عمرك الجيش الكبير العرهم رم و اللي كانوا معا قبائل أسد و اللي كانوا معا قبائل ذبيان قبائل أسد طال عمرك يبون بنو عامر وقبائل ذبيان يبون بنو عبس ولقيط بن زرارة بنو عامر فتوجهوا طال عمرك والتمة القبائل اللي موجودة مع لقيط بن زرارة وجمعوا نفسهم بجيش عرم رم عظيم جدا على اساس انهم يقضون على قبائل عامر وحجوا قضى حاجة قبائل ذبيان طال عمرك قالوا ومدامك رايح يا لقيط حنا عبس موجودين هناك معك انتهى الموضوع قال حياكم الله قبائل أسد لكم ثار قالوا لنا ثار قال معنا انتهى الموضوع خلكم كلكم خلنا قضي على القبيلتين هذه ونفنيهم ونمسحهم وانتهى موضوع فجو جهزوا جيشهم وطرعوا متوجهين الى قبائل بنو عامر وقبائل عبس عبس وينما توجهوا هذيك الايام في حرب داعس والغبراء جاءتهم القرادة لحقتهم لحك من قرادة والله قيس بن زهيري والله كان على رأس قبائل عبس قيس بن زهير العبسي وكان على رأس قبائل بنو عامر الأحوص بن جعفر بن كلاب العامري الأحوص بن جعفر بن كلاب العامري أخوك يا خالد بن جعفر بن كلاب اللي قتل زهير أبوك يا قيس لكن خلاص صاروا أصحاب غصب مهطيب صاروا ربع عندها الموضوع فجالسين طال أمرك ما عندهم من الشيطان طاري ومورهم طيبة والحيين ما شاء الله صاروا مع بعض صاروا ربع وصاروا قريبين يعني الوكات طال أمرك شويهم جالسين مع بعض ما حسوا ولا جايهم واحد من الناس اللي يرعون البل عندهم كذا جايب له حنظلة وجايب داخل الحنظلة أو الحنظلة جاي داخل كيس والكيس هذا موجود فيه عشر حبات أو عشر عشر حبات من الحصاء الصخر الأسود وموجود عليها يعني تعرف نفسه بحسوا أنه سحر هذا وش الموضوع بالضبط يعني فكانت ملفوفة بخط أحمر ناظروا كذا وش اللي جايبوا هذا انت قال لي الربع والله ما عندي من العلم إلا أني كنت بالمكان الفلاني وجاء رجال يقال له السعدي فلان السعدي فجأت أمرك الرجال هذا وحذف هذه عندنا عند النهر أو عند مرتع المه وغيره العين اللي موجودة عندهم ومشى ما كلمنا بشيء فكلمناه يا اللي حلت الغانم وش اللي حذفته هنا وش اللي حذفته ناظر فينا ومشى فهذه اللي لقيته و جبت لكم وش اللي صاير لقيطه من الزرارة يوم اللي جاي بالطريق لقى هذا الرجل اسمه السعدي وكان حليف البنو عامر وبنو عبس في يوم شافه توكد منه قال لي أنت فلانة فلانة قال لي بالله هانا فلان قال لي الحين طال عمرك انت شفتنا قال كشفتكم على وشو قال Wah تشوف الجيو 읽ش الموجودة قال لي أشوف قال وما تدري هون موجهين قال لا الله ما عدري قال لا بالله أنك تدري لكن أما أقتلك أو تقاسمني بالله إنك ما تبلغ عندنا ولا تقول أي شي عندنا ناس متوجهين على قبال عامر وعبس وما نحن نخلي منهم حي لكن أما تحلف إنك ما تعلم أحد ولا تتكلم ولا أننا طال عمر ذباحينك الحين قال لا بالله أنا ما علم أحد يا ولد قال أقسم بالله أنا ما علم أحد انتهى الموضوع بس فكني من شرك يا لقيط لقيط تأكفي يا لقيط تأكفي يا لقيط لا تخليه قال لا بالله خلاص فجاء الدختنوس بنت لقيط قال هذا يبيعلم خدمني يبيعلم قال هاص انتهى الرجال عطاني عهد وعد وأنا رجل لاقت الرجال اللي يعطيني عهد وعد كان شجاع أنت يا لقيط من زرارة لا يشق له غباري لا بالمعارك ولا بالأخلاق ولا بغير فجأة لقيته من زرارة قال له توكل على الله رحي الرجال هذي يبلغهم ويبيقولهم ترجايكم جيش عرم رم وشلون يبلغهم وهو أقسم للرجال وشوفوا العادات العربية خلاص أقسم الرجل هذا انتهى السموء اليهودي وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما ذم قوامه وفيت بنالي عادي حصن الحصين وغماء كلما شئت استقيت ضحب أبنائه أنت السموء ولهو يهودي لكنه عربي العرق العروبي اللي موجود فيه خلاه يفي بأدرع الكندي مع أن الكندي راح راح أنت يمروا القيس الكندي لكن شوفوا الوفاء اللي بينهم فهذا الرجل يقدر أنه يلتج إلى قبائل بنو عامل وعبس ويدخل عليهم يقول لي من ربع ترجايينكم واحد ثلاثة وثلاثة وثلاثة الموضة لكن الرجل عظيم جدا ما قدر خلاص أنه عطيت كلمة وكلمتي شرفت وعتبر أنا قلت للرجال هذا أني ما علم فأجابها السالفة هذه وحذفها فأجابه هالخرجة هذه اللي فيها طال عمرك رامل وفيها حصة أو عشر حبات من الحصة وعليها نفس المسامير المسامير مربوطة بنفس الخيوط الحمراء وفيها حنظلة فاستغرب أنت يا لحوص في يوم شافها ما يدري وشي هذا بالضبط فجاء قيس بن زهير قال وش العلم يا لحوص وش اللي عندك وش اللي قاعد تشوفه قال والله ما شوف إلا هذه رماها واحد عندنا العين اللي موجودة بالمكان الفلاني فما يدري وشي والله يا قيس ممكن تشوفها فشافها قيس بن زهير فيوم فتحها قيس بن زهير قال جهزهم فسكو وش العلم يا قيس قال العلم أنه جايك لقيط بن زرارة صاحب العم الحمراء وجايينك طال عمرك معاه ناس عدد الرمل اللي موجود جيوش وجايينك فلان بن حنظرة وفلان بن كذا المهم سماهم تسمية كاملة وجايك معاه حاجة بن زرارة أخو جايينك قبائل أسد وبن وذبيان ترجم هالشغلة هذي الشفرة فكها كله أنت يا قيس بن زهير فكلهم جايينك الآن ومسيرهم علينا عشر ليالي شوف عشر الحبات هذه من الحصة الأسود اللي موجود عشر ليالي وهم مقبلين علينا جهزوا أمسكو يود يوم أنه ناظر أحوص طالع فيه قال يا لحثة الغانمة هالجوش هذه كلها قبائل أسد اللي جاييننا وقبائل ذبيان وقبائل تهمين مع لقيط بن زرارة أنتو ش تقول بالضبط قال والله ما عندي من العلم إلا اللي سمعته جهز نفسك قال شو جهز نفسي فيه قال وكاد طال عمرك احتاروا القوم جاء عن ترى ابن شداد ضبطوا أمورهم وضبطوا وجوشهم سووا كل شي عندهم قال وكاد يوم شافوا وقالوا أن القوم هذولا لا دخلوا علينا عز الله وخذنا أما سالفة نبي نخليها ما لازم حيلة الناس جايين قربوا باقي لهم إلا أربع أيام وخمس أيام هم مواصلين عندنا فشوفوا لنا حل يا الربع شوفوا لنا حل فجاء أنت يا قيس بن زهير قيس الرأي وقال للأحوص وقبال بن عامر يا الربع ما عندنا إلا شعب جبلة أو شعب جبلة نطلع الشعب جبلة ونقف هناك ونسوي خطة محكمة أنا دراسة دراسة كاملة لكن ما نجلس بأرضنا هذه نهائيا لأن هذه الأرض سهل اندخلوا علينا نتفونا وما خلوا فينا حي قالوا توكلوا على الله هم يطلعون طلع أمر كل القبال اللي موجود عندهم بن عامر وبن عبس ويطلعونهم بجبال أو ضلعان على قيس بن زهير قالوا عطنا الخطة اللي عندي قال الخطة اللي عندي أن نعطش البلة اللي موجودة هنا ثلاثة أيام اربع أيام وخمسة أيام على ما يوصلونا انجو وحاوطوا شعب جبلة عدينا عليهم البلة اللي موجودة عندنا وراحت البلة تطافق تدور الماء وتقدر أنه تحاول أن تصد بعض الجيوش اللي موجودة عندهم بعدها ننزل حنوياكم يا بن عامر وبن عبس من شعب جبلة عليهم نزول الفارس الواحد ونقدر أن نقضي عليهم قالوا لحوص عز الله أننا خطة عظيمة وأصلا ما لنا حل غير الحل هذا هم ماكليننا ماكليننا سالفت أننا بنخلي هذا الموضوع بالشكل لأنهم يجون ببساطة لا توكلوا على الله خلكم على الخطة الوكاد طال عمرك وين تفضلون ويطلعون قبال بين عامر الحريم والنساء والأطفال طلعوهم فوق الجبال جابوا لبل وعطشوها وربطوها ربط كلها على أساس أنها ما تشربونه لمدة ثلاث إلى أربع أيام بعدها طال عمرك أخذوا مواقعهم قبال العبس وأخذوا مواقعهم قبال العامر شو شون صار الحلف على منو على تمين وعلى بنو ذبيان تقلبت سنوات معدودة وهذول اللي كانوا ألد الأعداء مع بعض اللي غيروا خارطة جزيرة العرب في معركة صارت بين آبائهم أو أخو الأحوص وأبو قيس بن زهير الوكاد طال عمرك صاروا فوق الجبال وضبطوا مواقعهم وكل واحد يشجع الثاني وما عليكم وإذا جو الناس مخلينهم نازلين عليهم نازلت الرجل الواحد وما الوكاد طال عمرك يوم مرت الخمسة أيام أو الستة أيام يوم شافوا أقشر ما عليهم ولا الجيش اللي ما له حده للطرف داخلين عليهم من كل جهة داخلين إليه نحاصروا الشعب جبله لقيط بن زرارة في منقدمة الجيش والناس اللي موجودين حاجب بن زرارة وموجودين طال عمرك أبناء بدر الضبياني وموجودين قبال بن أسد الناس اللي متجمع من كل حد بصل يوم ناظروا وشافوا اللي قدامهم قال وخلصت انتهى الموضوع وينزل طال عمرك قيسي من زهير على الأحواص قال للأحواص قال ها قال رح وسدها طال عمرك ووجيهم اللبل كلها قال الآن قال الآن قال يوى الدعوة مبارزة قال أي مبارزة هذا لو ننزل لهم مبارزة وغيرها عرفوا الخطة اللي موجودة عندنا روح دوس قال أبشر الله بعزك ويجي طال عمرك الأحواص ويفك الابل اليوم فك الابل وهي تنهد عليهم نهدت عليهم من ثرة الجيش الجيش اللي موجود ما يدري وش يسوي شاف الابل جاي عليه هاد جاء وطال عمرك أرجال من وراه قبال عبس وقبال بن عامر على أرجال اللي موجودين قدامهم تسحب معها ويسحب معها وكل ما شاف الواحد انتفطى لأمرك بالسيف شاف لقيط بن زران الموقف اللي موجود قدامه هو يدخل عليهم وينادي أنا لقيط أنا لقيط هم يهبون لقيط لقيط ما كان رجل عادي جهبت كل ما جوه فوج من الناس صدهم لقيط بن زرارة كل ما جوه فوج من الناس صدهم لقيط بن زرارة الوقات طال عمرك كانت شوكة لقيط بن زرارة شوكة عظيمة جدا ما أقدروا عليه فقاموا يتحاوطوهم طال عمرك من يميون وسار وينزل طال عمرك عن ترمشداد وينزل وراه قيس بن زهير ويبادرون في القتال في المعركة وينزلون قبائل بن عامر من جهة وتنزل قبائل عليهم بن عبس الوقات صارت طال عمرك ادعاثها بالحرب كل واحد يشيل الثاني ويرجده قدامه ويطلع لقيط بن زرارة وينادي ينادي بالقوم يسحب الراية عليه ويطلع فوق الجبل الوقات انه طلع على الجبل الثاني مرة ثالثة يوم انه طلع زلت فروسه يوم زلت فروسه من المحه المحه عن ترى بن شداد عن ترى بن شداد تخيل يشوف لقيط بن زرارة لقيط طال عمرك تزل فروسه يوم زلت فروسه وعرف انه انعثر لقيطه هو واقف ما تقدر تجابه في يوم شافه عن ترى بن شداد يوم اقولك انه عن ترى ذكي جدا يعرف المدخل او يعرف المخرج قبل لا يعرف المدخل في اي مكان في يوم شافه زل قال يا قيس يا قيس ينادي على قيس قال سام قال شوف شوف شون زل يوم زل لقيط بن زرارة وهو يركض عليه عن ترى بن شداد اول مركض عليه شافوا قدامه انت يا لقيط بن زرارة هو يهبدو بالرمح ولا هو كاسم ظهره اعطاه طالعمرك ضربة قسمت ظهر لقيط بن زرارة اول ما ضربوا الضربة هذه انت يا انتر بن شداد عرف انه هد حيل لقيط بن زرارة ما حس ولا وراها قيس بن زهير العبسي هو طالعمرك يجهز على لقيط ابن زرارة الوكاد يوم شافوا لقيط راح طالعمرك قدامهم عرفوا ان الموضوع انتهى قبال بن عامر وقبال قيس بن زهير او العبسيين قلبوا الكفة لهم بشكل سريع يوم خلصوا على لقيط بن زرارة قاموا يهربون باقي الناس اللي موجودين في ارض المعركة عرفوا انه خلاص راح لقيط وش اللي بقالنا يا حبيبي انجوا بجلدك لا تجلس اذول الناس خلاص انت موضوع مصارت او دارت الحرب علينا والحرب دائما في الجاهلية وغير الجاهلية دائما يوم لك ويوم عليك الوكاد طالعمرك هم يهربون الهروب الجماعي من ارض المعركة طبعا كثير من الناس يقول لك لقيط من زرارة عثرت فرسه وصقط ومات هو نفسه لكن في تاريخ الطبري لما يذكر ايام شعب جبلة او ايام العرب في الجاهلية والسلام ويذكر بالتحديد شعب جبلة يذكر هذا التفصيل تفصيلا دقيقا حينما نزل عن تر ابن شداد وقصم ظهر لقيط من زرارة واجهز عليه قيس ابن زهير العبسي فكان الانتصار العظيم فيها المعركة العظيمة لقبال عبس وقبال عامر اللي خلانا نلتفت الى القصة هذه القصة العظيمة قصة شعب جبلة ومقتل لقيط بن زرارة وانتصار قيس ابن زهير وبطولات عن تر ابن شداد في هذه المعركة العظيمة اللي خلانا نذكرها انه ابيلك من خلالها انه عن تر ابن شداد لم يجل سراحة منذ ان بدأت حرب داحس والغبرة انت في ثارات عظيمة عن تر ابن شداد ناس كثير يبون عن تر ناس كثير طال امرك يتم اطفالهم ورمل حريمهم وناس كثير مر عليهم عن تر ابن شداد في قصص تاريخية وفي معارك اللي صارت اللي كنا نتبعها من خلال قصائد ومن خلال الابيات اللي كان يذكر فيها الاسم بالتفصيل الاسم اللي من خلاله تعرف انه عن تر ابن شداد كان في هذه الموقعة وخاف فيها اعتى المعارك اللي ممكن تستشد فيها في التاريخ عن تر ابن شداد ما وقف هنا اكمل مسيرة الحروب مسيرة الحروب عند عن تر ابن شداد كانت طويلة جدا فكانت سنوات طويلة تمر على عن تر ابن شداد وكان مع هذه السنوات يتوجد على عبل كل ما ذكر له معاركة يا عن تر خلاصنا هو طال امرك توجد على عبل ويبي عبله عزالله انه لو انه محصل طال امرك عبله مثل ما حصل الايام البيض عنده داخل المعارك ما عنده منشر شيء والله لكن عن تر اكمل والتكملة كانت تكملة عظيمة وصلت الى مفرق طرق في حياة عن تر في ابن شداد وين وصل عن تر ابن شداد بالضبط ايوالله هذا اللي راح تعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة تواجه على خير ان شاء الله بدون اي مقدمات الحلقة اليوم بحول الله بتكون الاطول لان الحلقة الاخيرة عشان كذا بنختصر كثر ما نقدر بالمقدمات فقط مش بالحلقة طلنا في حكاية عن تر ابن شداد الى مفترق طرق بعد معركة شعب جبل اللي صارت بين عن تر ابن شداد وقبيلة بنو عبس وبنو عامر ضد منو بنو تميم ولقيط بن زرارة وبنو ذبيان وبنو اسد فصارت المعركة الشهيرة وانتهت المعركة بانتصار ساحق البنو عامر وبنو عبس على القبائل المواجهة لهم هذه الصراعات التاريخية اللي صارت في احتدام القبال او اجتماع القبال مع بعضها البعض ضد بني عبس واجتماعها مع حلفائها او من من حالفوها من القبائل الثانية كانت من ضمن حروب داحس والغبراء خصوصا اذا كان في ذبيان قدامهم عبس قدامهم فكانت هذه تعتبر من حروب او معارق داحس والغبراء الحرب الطويلة اللي اخذت اكثر من اربعين سنة بعدها توجه انت عن تر ابن شداد مع قيس بن زهير مع قبائل بنو عبس الى قبائل اخرى بعد ما يعني ضاق الجوار مع قبائل بنو عامر لما ضاق الجوار معهم اطلعوا طال عمرك الى قبائل اخرى وراحوا من قبيلة لقبيلة مثل ما ذكرنا في قصة قيس بن زهير خلنا الان بعنتر ابن شداد يعني الان بنسولف طال عمرك بشكل مباشر في عنتر ابن شداد بعد ما اخذنا الشخصيات والاحداث اللي كانت تمر حوله وحواليه واللي كانت مهمة جدا اللي ما اعرفت حال جزيرة العرب مع عنتر ابن شداد عنترى طلع طال عمرك مع قبائل عبس وكان معاهم طول المسيرة اللي صارت فيها حرب داحس والغبراء الى قبل سنوات من نهايتها يعني فكان مسيره يعني نيفا من العمر يعني عمر طوير راح فيه يعني من عام خمسمائة وخمسة وعشرين وعنتر ابن شداد طال عمرك ظهر في جزيرة العرب ومرت فيه السنوات وصارت الحروب وصارت الامور فعاشر كثير من الأحداث اللي صارت أو عاصر كثير من الأحداث اللي صارت في جزيرة العرب خصوصا معركة داحس والغبراء لكن في ظل تواجد معركة داحس والغبراء كان عنترى يغزو على القبائل اللي جنبهم مثل ما قلنا قبل وسولفنا قبل أنه كانت القبائل يمين ومسارم فكانوا دائما يطلعون عنترى يوم أنه رجع طال عمرك من شعب جبل ويقال أنه قبلها خطب بنت عمه عبله للمرة الأخيرة من ابن عم وعمر بعد وفاة عم ومالك فراح طال عمرك على عمر وجلس معه وسولف وما بعض وقال والله أنت أنترى أنك بطل من الأبطال بنو عبس مستحيل أحد أنه يقدر يردك يعني أنت رجل عظيم جدا وصراحة اللي أشوفه شيء قال له أنترى لهذه الدرجة يعني أنت تشوفني خلاص تغيرت وجهة نظرك وجهة نظر يعني عبلة وكذا قال خلاص انتهى الموضوع فلذلك خذ عبلة جتك طال عمرك هدية ما وراه جزية قال المهر قال المهر ريال وشين ترجال أنتهى قال بيض الله وجهك بياض أن يذكرونها الناس للناس عز الله أنك يا ابن عمي أنك أوفيت بعهدك وما قصرت وصراحة اللي سويته من فعل عظيم هذا والله ما نسأولك قال خذ عبلة وتوكل على الله هو يروح طال عمرك ويلتقي بعبلة بعد سنوات من الانتظار العظيم على أساس أنه تزوج عبلة وراح طال عمرك أخذ عبلة تزوجها وخلف منها صبيان وبنات وعاشوا في سبات ونبات وبعدها تزوج على عبلة حرمة ثانية وتزوج حرمة ثالثة وحرمة رابعة ويقولون تزوج تقريبا عشر نساء بعد عبلة جميلة صحيح النهاية كذا خلاص أنترم شداد أخذ عبلة وانتهى موضوع وصار بطل الأفضل والزواج العظيم اللي مر عليه كل الكلام اللي سمعته ما له شغل بالصحة ولا له شغل في الحقيقة هي سوالة حكواتية لا أكثر ولا أقل جدك ومنمر يولا من جد عندما شداد ما تزوج أبدا شلون حلو في ظل الأحداث اللي صارت ما علي صدمتك أنا آسف والله لكن مو لازمة تكون النهاية دائما سعيدة لازمة تعرف أن في نهايات أخذت علينا أو أجبرنا عليها مثل ما قلت لك في تسلسلات معينة وحكاية آخر ليلة يعني سوال فأنتر بن شداد التتبع التاريخي في القصائد اللي موجودة عنده في ظل خوضه للمعارك مع بنو عابسه طلعاته وجياته روحاته كان أنتر بن شداد مغرم في عبله وزاد غرامه في عبله بعد ما تزوجت تزوجت منه تزوجت واحد ما له علاقة بأنتر بن شداد والظاهر الظاهر أنها تزوجت واحد من قبائل بنو ذبيان لما بنو ذبيان بينهم عداء عظيم يا بنو مرشو أنت تزوجت واحد من قبائل بنو ذبيان هذا أقرب للصحة من أي أمر آخر أنها تزوجت ناس يعتبرون الأعداء الألداء لعنتر بن شداد تزوجت عبله وخلفت عبله واسحبت طال عمرك على عنتره ولا كأنه عنتره أصلا موجود في الحياة كلها فكان عنتر بن شداد توجد على عبله وزاد حبه إلى عبله بعد ما تزوجت قبل أن تزوج كان يحبها ويذكرها بالقصائد لكن بعدها لا كان يأتي على أطلالها ويمر أماكنها القديمة التي كانت تمشيه إياها فيها وكانوا أهلهم وكانوا ناسهم وكانوا في عيون الجوة وغيرها من الأماكن التي كان يتوجد عليها عنتر بن شداد وما يقول عنتر بن شداد يقول وتحل عبلته في الجواء وأهلنا في الحزن في الصمان في المتثلم فيستذكر عبله ويستذكر أمور كثيرة لكن زاد حب عنتر بن شداد العبلة في مسيرته التاريخية اللي كانت مليئة بالحروب بعد ما تزوجت عبله منه تزوجت في التاريخ ما أحد يدري منه تزوجت لكن كان يصفه عنتر بن شداد وكلام هذا ما جبناه عبل جبناه من قصائد عنتر بن شداد لما كان يصف زوج عبلة بالتحديد ويصف أماكن معينة ويصف أشياء وأحداث معينة تدل كل الدلالة أن عبلة تركت عنتر بن شداد وتزوجت وراحت بطريقها فكان الحب في حياة عنتر طوال مسيرته الشعرية اللي يذكر فيها فروسيته وقتاله وحروبه كانت كلها حب من طرف واحد كان عنتر هو اللي يحب فقط عبلة طال عمرك اسحبت عليه يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو شهدت زهاءها لسلوتي بعد تخضب وتكحلي فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهلهلي غادرته متعثرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدلي من أحد القصائد العظيمة اللي قالها عنتر بن شداد في مسيرته الشعرية هذه القصيدة أو هذه الأبيات من القصيدة وش يقول بالقصيدة نفسها ولرب أبلج مثل بعلك بادن بعلك بادن بعلك زوجك هو يصف بالمعركة يقول فيه واحد يشبه زوجك بادن ضخم على ظهر الجواد مهلهلي فهي متزوجة عبلة فكان عنتر يصف لها أحداث المعركة غدرته متعفرا أوصاله ويقول هذا اللي يشبه زوجك اللي شفته بالمعركة هذا يشبه زوجك وغدرته متعفرا أوصاله هو القوم بين مجرح ومجدلي كلهم نتفتهم تنتيف لكن خذ البيت هذا اللي يقول فيه والرب أبلج مثل بعلك بادن أو بعلك بادن هذا الرجل اللي كان يوصفه عنتر بن شداد يصفه ويضرب التشبيه فيه في زوج عبلة وهذا أكبر دليل أنه عبلة تزوجت وتركه عنتر فكان يتوجد عنتر بن شداد ومن ضمن التواجد يبي يرفع ضغط عبلة ما زال يعشق هذا الاسم لم يتخطى حب عبلة حبا عظيما لدرجة أنه حت في قصائده حور أنه يشبه تشبيهات في زوجها على أساس تعاف زوجها وترجع له ممكن يعني فكان حاطت باله الأمر هذا أنه دائما يقلل من تواجد زوجها في التاريخ فيقول هذا مثل زوجه كان بدين وضخم وكذا ما شفتيني أنا وما شفتيني أنا ورحت الرجل هذا الضخم يعني ما يصير فكان عنتر بن شداد ما أخذها بالسياق هذا لأنه يتحدث عن زوجها بهذا الحديث وهذا السوء يعتبر حديث سيء عن زوجها يعني أنه يتكلم بهالكلام هذا وهذا دليل عظيم أنتر بن شداد لم يتزوج عبله في دلي ثاني بن امر في أدلة فعليك اسمع وتحل عبلة في الجواء وأهلنا في قصيدة الشهيرة العظيمة اللي هي المعلقة معلقة المتردمة وهالغادر الشعراء من متردم يقوله تحل عبلة في الجواء وأهلنا في الحزن في الصمان في المتثلم حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم فكان يصفها ابنة مخرم مين مخرم هو أبوها مالك ممكن يكون أبوها اسمه مخرم أو صفة معينة وصف فيها عبلة خلنا نقول مثلا أن أبوها مالك وأنها بنت عم حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم علقتها عرضا وأقتل قومها زعم لعمر أبيك ليس مزعم يعني علقتها عرضا يعني حبيتها حب صدفة وأقتل قومها يعني هالصفتين هذي كانوا الناس يزعمون فيها علي أنا ما كنت أسويها أبدا يا أبلة فكان كأنه يتعذر لها علقتها عرضا وأقتل قومها زعم لا والله مه زعم لعمر أبيك ليس مزعم هذا الكلام كلام عاري عن الصحة أنا ما علقتك عرضا يعني ما حبيتك حب صدفة لا انا حبيتك عب ما صر لا قبل ولا بعده ولا عمري قتلت قومك يعني ساللحظة ابن امر شون يقتل قومها وقومهم بني عبس اي عادي ياخذك طال عمرك ليتوجه اخر ان اصلا عبلة طال عمرك ما كانت بيوم من الايام من قوم عنتر ابن الشداد حيارتك معلش والله انا محتار مثلك يعني فالحيرة هذه هي اللي تخليك تاخذ هالمداخر التاريخية اللي تتبع من خلالها قصائد عنتر ابن الشداد لكن لما يروح على القصائد الثاني يقول يا ابنة مالك انه يصف بنت مالك او يصف يعني ابنة عم وبابنة مالك فتروح تقول انه هذه منهم لكن الاقرب للصواب اذا تتبعنا وتكلمنا نقول انه عنترى ابن الشداد حب ابنة عم وعبله لكن مع مرور السنوات والحروب اللي صارت ابناء عمومته القريبين هذولا اطلعوا طال عمرك مع قبائل بن وذبيا راحوا مالك وعمر اطلعوا مع قبائل بن وذبيا تخبرون يوم سؤلفنا انه يوم يروح طال عمرك انت يا عمر ابن مالك اخوك عبله راح لبسطان بن قيس قبائل بكر ابن وائل وطلع عندهم فكان هذا ديدا عنده وكان نهج عنده انت يا عمر وابوه مالك هم عبسيين عبسيين عندنا اخذهم انهم عبسيين لان فيه شواهد كثيرة تقول انها عبسية الحرمة هذي عبسية انت يا عبله لكن كانت عندهم هالطريقة في الهروب من وجه انتر بن شداد على اساس ما يزوجونه فكانوا يطلعون من مكان المكان فبالاخير تزوجت من بن وذبيان راحت البن وذبيان وخذت طال عمرك من عندهم وتزوجت فكان انتر بن شداد تعذر لها يقول انا ماكن تقتل قومك يعني هذول ابن ياه مو قومك قوم زوجك يعني زعمل لعمر وابيك ليس بمزعم زعمل علقتها عرضا انا علقتها عرضا واقتل قومها لا والله يا عبله الامر هذا كله زعم ما صار انا لا علقتك عرضا ولا اقتل قومك اصلا ولا بحياتي اصلا قتل قومك فناخذ تصور عن حياة عنتر ابن شداد بشكل أكبر وأجمل وأفهم خصوصا بعدما تكاملت عندنا بعض أركان الصورة الموجودة ونقول أنه عنتر ابن شداد عشق بنت عمه اللي كانت تهرب من مكان إلى مكان وفي النهاية تزوجت بشخص آخر ليس بعنتر ابن شداد لكن هل عنتر ابن شداد تزوج؟ لا ما تزوج عنتر ابن شداد الدليل على ذلك أدل كثيرة عنتر ابن شداد بحياته ما ذكر النفسه أبن في قصائده ولا تكلم في هذا الجانب ولا مر عليه ولا تكلم عن أسره ولا تكلم عن حب قريب منه ولا تكلم عن ورث يرثه من بطولاته العظيمة أو يورثه من بطولاته العظيمة لأبناء ما تتكلم عن النهج هذا ولا تكلم في السياق هذا في كل قصائد عنتر ابن شداد اللي مرت على التاريخ ومرت على الحروب ومرت على المعارك اللي كان يفاخر حتى بسواده ما فاخر طال عمرك ولا ذكر هذا ذكر هذا ولا مر عليه فعنتر ابن شداد ما تزوج لأنه فقط لم يتخطى حب عبله في حياته أحب عبله حتى بعد زواجها حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسر علي طلاب كبنة مخرم الزائرين الناس يعتقدون في بعض الناس يقولك أنه التفسير أنه الزائرين الناس اللي يزورون ويطلعون وكذا لا الزائرين هم الزائرين من الزائر الأسد حلت بأرض الزائرين وهذه من مفخرات العرب اللي في القصادة اللي ذكرناها قبل أنه دائما يذكر عدوه بالخير أو يذكره بالصفات اللي هي فيها أصلا ما يحاول نقص منه حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسر علي طلاب كبنة مخرم خلاص انت رحتي بنسوت فما أقدر أني أدخل عليكم ما أقدر أني أسوي شيء وهذا أكبر دليل مع القصاد والأبيات اللي ذكرناها أنه عنتر بن شداد ما تزوج عبل عنتر بن شداد عاش طول عمره أعزب كل هالكلام اللي سمعته من أخوك الآن لا لا ممثل له لا لا حلويني الآن كل الكلام اللي سمعته طال عمرك من أخوك هذا طال عمرك تحليل للقصاد اللي موجودة في حياة عنتر بن شداد ومحاولة وضع النقاط على الحروف على أساس أن نبتعد عن سالفة أنه والله راح طال عمرك تزوج وخاذ عبله وراحه حلوة النهاية جميلة أدري والله لكن هو في الواقع ما تزوجها المسكين عز الله عنتر عانى في حياته معانات كبيرة جدا 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 رغم أنه رجل ما قصر في حياته في الفروسية كان رجل عظيم جدا وضع لبني عبس في الخارطة بين القبال اسم عظيم أعظم مما كانت تملكه عبس نفسه كان هذا الرجل فيصل في معاركه شهم في تواجده في أرض المعارك رجل عظيم كان دائما دائما يبتعد حتى على الغنام يرى أنه لا بد أن يتعفف يعني عن هذا الغنام وغيرها من الأمور هذه فكان الرجل يعني رجل لا يشق له غبار عنتر لشداد شخصية ما تتكرر بالتاريخ رجل نافذ من سلك العبودية يعني فيه أشياء مستحيلة بالحياة تقولونه مستحيل أني أصل إلى هذه المرتبة رغم أنها يعني تكون أحيان كثيرة شبه مستحيلة لكن إذا اجتهدت وسويت وكذا لكن مستحيلة مستحيلة ما صارت إلا مع عنتر لشداد في حياة كانوا أصلا يمارسون فيها العنصرية بشكل عظيم ضد العبيد وضد السود اللي موجودين عندهم بشكل عظيم جدا في أيام جاهلية نتخيل الواحد قليل نسب ما يرونه فما بالك في عبد مملوك عندهم أسود موجود بينهم ما يفعلون فيه هذا يا رجل أنت مالك أصلا بيننا شيئا خصوصا لما تروح إلى السيرة التاريخية وتروح مثلا على السليك بن السلكة لما تروح على السليك تقول السليك السليك تصع لك إلى أن مات هو صلوك طالع طالع عمرك من مكان إلى مكان ما كان فارس بين عبس الأوحد وأميره الأول ورجلها الذي لا يشق له غبار عنتر بن شداد فكان وصول عنتر بن شداد لهذا المراتب العليا شيء شبه مستحيل مستحيل نهائيا لكنه كسر كل هذه القيود عنتر بن شداد درس من الدروس التاريخية العظيمة اللي تتعلمها في حياتك تتعلمها أي تتعلم من عنتر بن شداد تتعلم أن هذا الرجل طالع عمرك وصل إلى مراتب لا يصل لها أسياد وأقوامهم من الأحرار فما بالك بعنتر بن شداد اللي كان في بداية حياته عبد وطلع طالع عمرك في المراتب إلى أن وصل ما لم يصله غيره من الفرسان مغرم بن أمر بعنتر بن شداد وكيف منه من لا يغرم بهذا البطل إذا كنت بطل أكيد تغرم في هذا الرجل يا أخي الرجل هذا العظيم يعطيك درس عظيم في هذا الحياة فالدرس اللي تاخذ من الحياة عنتر بن شداد يدرس لأجيال وأجيال وأجيال متى مات عنتر بن شداد قبل بعتة الرسول عليه الصلاة والسلام وللان ناخذ من حياة عنتر بن شداد أعظم الدروس اللي ممكن تخليلك المستحيل متاح وتصله في أي وقت تريد أن تصل إليه هذا الدرس العظيم اللي تتعلم من عنتر بن شداد مرت السنوات على عنتر بن شداد مثل ما مرت على قبال عبس كان فيها كثير من التعب كثير من الشدة خصوصة في المعارك العظيم اللي صارت عليهم عنتر بن شداد في يوم الأيام في أيام شبابه يعني خاض معركة بسيطة مع قبيلة من القبال المجاورة لهم من أكثر قبيلة كانوا بتقاتلهم معها قبيلة طي بحكم قرب يعني المنشأ بينهم الجبل كانوا كهير بنوا عبس قريبين من الجبل أو جبل طي فكان عنتر بن شداد في هذه المعركة مثل المعارك اللي قبلها كان فارس طال عمرك يقدم ولا يحجم في المعركة يدخل ولا يشوف ولا يرد على اللباس العمام اللي موجود يدامه فدارت راح المعركة بينهم ورغم أنها كانت معركة صغيرة يعني لكن كان في رجل بينها الرجال هذول كان يقال له جابر أو يقال له زروا بن جابر النبهاني بن جابر هذا كان فارس من فرسان قبيلة طي قال لي لا يشق لهم غضار فكان يتوعد عنتر بن شداد بشكل كبير سمع عنتر بن شداد في العلم هذا فيوم صارت المعركة بينهم ودارت راح المعركة قدر أنت يا عنتر بن شداد بلحظة أنه يقبض يعني بيديه على هذا الرجل يوم مسكوا بدينه جاي بيقتله لكن حقد عليه كان عنتر بن شداد حاقد على الرجل هذا أنه كان يتوعد عنتر بشكل كبير فيوم شافوا قدامه والرجل تعرف اللي ما قدر يفلت من عنتر بن شداد هو بارك على صدره حطى لعمرك تعرف اللي وقفوا تحت أول ما وقفوا ثبتوا أو ثبتت ثافوا على الأرض مسك خنجر انت يا عنتر بن شداد وقال له يا جابر يا ابن جابر يا زر أنا لن أقتلك اليوم يعني أنا ما راح أقتلك أنا أبيك تعيش ذريل طول عمرك قال له كيف ذلك يا عنتر قاعد يناظر عنتر قال له كيف ذلك يا عنتر قال أسمي العينيك فسمي العينيه سمي العينيه أي فضخ عينيه فضخ عين ابن جابر انت يا عنتر بن شداد وتركه فصوح انت يا الرجل انت يا بن جابر اقتلني يا عنتر اقتلني لا تخليني كذا لا تعيشني لاني ميت ولا حي يعني يا عنتر اقتلني قال له رح أقلب وجهك ولا أشوفك هنا يلا وراح طال عمرك انت يا جابر أو زر ابن جابر اللي يسمى بالأسد الرهيس على يعني المسميات التاريخية طلع من عنده غضبان من هذا الرجل بشكل كبير وحاقد على عنتر فكان يلف عيونه طوال السنوات وتوعل عنتر ابن شداد قال والله ما خلي والله العظيم اني ما خلي فمرت طال عمرك السنوات بعنتر ابن شداد إلى أن كبر بالسن يعني صار عمره بزواء الخمس وثمانين سنة يعني ما كان يعني شاب فطلع عنتر ابن شداد في يوم من الأيام حول ديار قبائل طي هو طال عمرك طالع بفروسه والأمور مستتبة الحرب دائرة طال عمرك بينهم وبين بنوذيبيان القبائل الثاني يعني أحيان كثيرة يتمر عليهم أيام عادية مثل ما قلنا وطالع طالع عمرك أنت عنتر ابن شداد مثل طلعاته العادية فهو طالع حسب حركة حركة قريبة منه فما يدري وشي الحركة فالجانب الآخر كان بن جابر هذا يتتبع حركات عنتر ابن شداد يعني كان يتتبع حركاته يبي يشوف حركات عنتر ابن شداد وين يروح وين يجي يعني حط بباله أني لازم أقتل عنتر ابن شداد فجلس أربعين يوم هو يراقب عنتر ابن شداد وين يروح وين يجي وخلال الأربعين يوم هذي أشتغل على أسهم من الأسهم الموجودة عنده كان يسممها ويخمرها أربعين يوم على أساس تكون مسمومة قاتلة يعني تكون هالسهم هذا ضربته قاتلة فحط بباله عنتر ابن شداد أنه راح يجي باليوم هذا بالمكان الفلاني لأنه راقب مراقبة شديدة طوال السنوات وخلال الأربعين يوم الأخيرة الأربعين يوم الأخيرة راقب حركات عنتر ابن شداد قال أنا ما نيخليه صايد وصايد هلو كان طال عمرك أنتر وشداد مر من حد الضلعانة وحد الجبالة اللي موجودة طالع جابر أو بن جابر زر بن جابر طالع ويتبع الحركات يسمع سمع يتبع الحركات فعرف أن الحركة هذه حركة عنتر وشداد فأخذ سهم من السهم اللي موجود عنده ورمه في عنتر فأصاب عنتر وشداد في فخذه عنتر لما شاف السهم هذا ناظر يمين يسار يبشوفون يضربوا بس سهم ما حس يعني هذا كان يسمع الصوت وسمع أنه اخترقت العظم اخترقت عظم عنتر بالشداد فيهم شاف عنتر بالشداد الموقف هذا طلع الرجل قال قتلتك يا عنتر قتلتك يا عنتر أنا الأسد الرئيس قتلتك يا عنتر وقام صوته بصوته عنتر ما يدري شنون قتله وضربه بسهم فشوي نهدت أو خارط قوة عنتر بالشداد فحس أنه عرف أنه السهم هذا مسموم فشوي ودخور قوة عنتر بالشداد هو يحاول يمسك نفسه على الفرس ويطلع على قومه رايح طلع أمرك على بنو عبس وهو يطلع بالخيل والسم يتدارك جسمه ويدخل داخل جسمه هو يركض 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 يريد يلحق على بنو عبس عساس يخبرهم من اللي قتلوا يعني فما يمديه وصل إلى قبال بنو عبس يوم شافه أولا عنتر المشداد مصاب يوم جو أول ما جو عليه هو يسقط طلع أمرك أنت يا عنتر المشداد من الفرس يوم سقط قدامهم من الذي فعل هذا يا عنتر من الذي فعل هذا قال قتلني الأسد الرئيس وأن ابن سلمة فاعلموا عنده دمي وهيهات لا يرجى ابن سلمة ولا دم فأنشد ربيات هذه أنت يا عنتر المشداد وقضى نحبه مات عنتر المشداد أو قتل عنتر المشداد بهذه الطريقة الصدمات كثيرة بالحلقة هذه صح؟ لا عنتر المشداد ما قتل بالطريقة هذه شون ابنمر؟ آسف جدا والله والله لا ضيبني آسف شو بروايات كثيرة تكلمت عن قتل عنتر المشداد أو مقتل عنتر المشداد ممتاز؟ ممتاز خليك معنا عادل أنك أقتل أخوك معنا القصة حلوة جميلة يا أخي كذا أنه نهاية عنتر المشداد ويقتل الأسد الرئيس وكذا ويمكن في ناس يبون يعضونك تاريخيا ولكن أنت تأخذها طال أمرك في مراجع تاريخية تتكلم أو مؤرخين يتكلمون ويكونون يعني أو ما يخالج كلماتهم أو ما يخالط كلامهم الكذب نهائيا فما في داعي للمجاملات نهائيا في هذا الأمر حلوة لما نجيب القصة ونسالف مع القصة وندخل في غمار القصة نعاول نتبع مثل ما قلنا بعض الأمور اللي نعرف من خلالها هذا الأمر الرواية هذه ذكرها ابن الكلبي وابن الكلبي يقال أنه في التاريخ لا يؤخذ منه يعني بعض الروايات أو كثير من الروايات ما يؤخذ منه ويقال أصلا كل رواية اللي يأخذ منها أنه يقال أنه كذب يعني الله أعلم في هذا الأمر فتاريخيا لا يؤخذ بهذه الرواية في رواية يذكرها ابو عمر الشيباني ابو عمر الشيباني من المؤرخين اللي معروفين يعني اللي يتكلموا في رواية أو الرواية الأولى أنه قتلوا الأسد الرهيس ابن الكلبي وأبو حبيب أعتقد أنه مؤرخين يعني يتكلمون به الجانب هذا لكن ابو عمر الشيباني كان له رأي آخر يقول أنه عنتر بن الشداد طلع بيوم من الأيام في غزو على قبائل طي صح نفس الغزو اللي يتكلموا فيه وكان كبير في السن فانهزمت عبس شرة هزيمة في هذه المعركة وارجعوا وكان معاهم عنتر بن الشداد يوم رجع عنتر بن الشداد ما كان يقدر يكمل على يعني يكمل المسير على الخيل فزبن طال عمرك حدى الأماكن اللي موجودة أو حدى الضلعان اللي موجودة في جبل سلمة أو الجبال اللي موجودة بين عبس وبين قبائل طي فطال عمرك هناك على أساس أنه يبيرتاح فكان يتبع رجل من قبائل طي الرجل هذا لا يعرف نسب ولا يعرف هذا الرجل منه طلع ويتبع عنتر بن الشداد يوم شاف عنتر بن الشداد أبو عبيدة يقول في يوم الأيام أنتر بن شداد جالس ما عنده من الشيطان طاري بينه وبين ربعه الخاصين وكان كبير في السن يعني قد أسني يعني صار عمره 85-90 سنة وجالس هو يتذكر له حاجة فناظر بقى الربع الموجودين عنده قال يا بني عبس قاله نعم يا أنتر وش اللي عنده قال تذكرت حاجة لكن والله ما ألهاني عنها إلا الحرب والزمن قال وش اللي تذكرت وش اللي صاير قال في رجل من بنو ذبيان من بنو ذبيان له دين علي أنا رجلت دينت منه بيوم الأيام أخذت منه حاجة والله مرت فيني هالسنوات هذي كأنها يعني لحظة وأنا الرجل هذا خبر ديرته بالمكان الفلاني فلازم أني أرده لدينه لازم أني أرجع دينها الرجل هذا قالوا يا ولد حنا نرجع لك حنا نسوها قال لا لا حنا بيننا وبين ذبيان شيلوا بوك وحط أخوك أما واحد منكم يبي يروح يبي ينقتل لكن أنا يعرفوني يبنوا ذبيان يعرفون منه عنتر بنشداد فأنا بنفسي يا باطلة نروح معاك أقل لحد يروح معاك أنا بروح لحالي فطلع عنتي عنتر بنشداد ركب خيله ركبوه على خيله رجال كان ضخم وكذا وكان كبير سن يعني فركب على خيله وطلع دين رايح لهم خلص ديني معها الرجال هذا وارجع وهو بالطريق هاجت عليه الريح وسقط من خيله أنت عنتر بنشداد وضرب بالأرض ومات ولا حد يدري أنه عنتر بنشداد مات مرد طالع عمرك أيام يوم يومين ثلاث استبطوه قبال بنو عمس قالوا الرجال هذا وين راح قالوا تبعوا خطأ وشوفوا وين راح هم طالع عمرك يتبعون خطأ عنتر بنشداد أقشر ما عليهم شافوا فروسوا واقف مكانه وعنتر بنشداد طريح الأرض ميت ولا يرد النفس جو علي يا عنتر يا عنتر ما نقاتل يا عنتر يوم شافوا لرجال ميت موت طبيعيا وهذه هي الأقرب للصحة في روايات عنتر بنشداد أو حكاية عنتر بنشداد مات عنتر بنشداد تقريبا في سنة ستمية وخمسة عشر قبل نهاية حرب داحس والغبراء بسنوات قليلة قبل النهاية ونهاية حرب داحس والغبراء لأنه آخر من بقي في حرب داحس والغبراء هو البطل الأشب قيس بن زهير اللي آخر شي تركها الحرب هذه كلها ونها جمع مان ولا أحد يدري إلى يومنا هذا كيف مات وأين مات وأين صارت به الحياة أنت يا قيس بن زهير هذا آخر واحد بقى في حرب داحس والغبراء عنتر بنشداد كان موته بهذه الطريقة حصاني كان الدلال المناية وخاض غمارها وشرى وباع وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع أنا العبد الذي خبرت عنه فقد عاينتني فدع السماع ولو أرسلت سيفي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع ملعت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها التساعة إذا الأبطال فرّت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعة أنتر بنشداد لما يصف نفسه بهذا الوصف العظيم تعرف من هو أنتر بالضبط إذا الأداء فرّت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعة يعني يشوف طال أمرك ديرته قدام وهذه شبرين من كثر الخوف اللي يملأ فيه القلوب عن تر بنشداد في يوم الأيام جلس الحطيئة مع عمر بن الخطاب رضا الله عنه وارضاه والحطيئة من قوم عبس أو من قوم عن تر بنشداد فقال عمر بن الخطاب قال كيف كنتم في حربكم كان يتقص الأخبار أنت يا عمر بن الخطاب رضا الله عنه وارضاه فقالوا كيف كنتم في حربكم حرب داحس والغبراء يعني من كثر شهرة حرب داحس والغبراء كان لها شهرة عظيمة جدا قال والله كنا بألف فارس ندخل المعارك بألف فارس حازم قال له كيف ذلك أمر الخطاب مستغرب ألف فارس حازم قال له والله كنا ندخل المعارك بألف فارس حازم قال وكيف ذلك قال كان فينا قيس بن زهير وكان حازما لا ننفك عن رأيه ونعصيه أبدا كان حازم وكان فارس وعنترة فكنا نقدم إذا أقدم ونحجم إذا أحجم نتبع عن ترة وين ما راح عن ترة رشداد حن نتبعناه من يقول الكلام هذا الحطية الحطية ويقول العمر بالخطاب مستحيل يكذب فيه يعني يقول كان فارس وعنترة نقدم إذا أقدم ونحجم إذا أحجم وكان فينا الربيع بن زياد صاحب الرأي فكنا نستشيره ولا نخالفه وكان فينا عروة بن الورد فكنا نأتم بشعره فكنا والله بألف فارس حازم فقال له عمر بن الخطاب صدقت فافتخار الحطية في عن ترة رشداد يبدد كل النظريات اللي تقول أنه عن ترة رشداد كان رواية فقط تاريخية أخذت كذا للتسلية لا أخذت للتسلية في أمور كثيرة لكن كان عن ترة رشداد موجود وقول الحطية هذا يثبت كل الثبات أن عن ترة رشداد كان أحزم فرسانهم وأشجعهم كانوا يقدمون إذا أقدم ويحجمون إذا أحجم كيف لا؟ وهو القائل هل غادر الشعراء من متردمي؟ أمهم عرفت الدار بعد توهمي؟ وعلى ذكر المعلقة مستحيل أنك تتعداها في سيرة عن ترة رشداد هل غادر الشعراء من متردمي؟ أمهم عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي حيث من طلل تقاد مع أهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي وتحل عبلة بالجواء وأهلنا في الحزن فالصمان فالمتثلمي ماذا يقول عن ترة ربن شداد هل غادر الشعراء من متردمي؟ يقصد أنه هل في موضع قدم ما وضع الشعراء يعني شأنهم فيه يعني ما تكلموا فيه هل غادر الشعراء من متردمي؟ أمهم عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلم مر عليها مرور كذا مرور العاشق المحب يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي حيتي من طلل يعني ألف تحية لهذه الأطرار العظيمة حيتي من طلل تقاد مع أهده هذا المكان قديم جدا جدا يعني مرين عليه قبل حيتي من طلل تقاد مع أهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم أقوى يعني مش أقوى بالقوة يعني أجدب أجدب يعني رأى خلاص حيتي من طلل تقاد مع أهده أقوى وأقفر وأقفر بعد أم الهيثم أو أقفر بعد أم الهيثم أم الهيثم كانت هي كنية لعبلة يعني في التاريخ كانت تكنى بأم الهيثم وهذا أيضا دليل يأخذك إلى أنها تزوجت صار عندها الهيثم وراحت طالما لك سربتت بالعيال أنت يا عبلة ولا خذاها عنت حيتي من طلل تقاد مع أهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم وتحل عبلة بالجواء وأهلنا فالحزن فالصمان فالمتثلم حلت بأرض الزائرين فأصبحت صعب علي طلابك ابنت مخرم الأبيات اللي ذكرناها من شوي فاسترناها وتكلمنا فيها إلى أن يقول يعني يروح بالقصيدة طال عمرك ويصل الأبيات العظيمة اللي كان يقولها أن ترب الشدات في هذه القصيدة وش كان يقول كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين عنيزة ايه بالقصيد كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم يقصد أن تربع أهلها راحوا ربيع يوم ربيع ويام ربيع راحوا هناك ولهم حولنا يعني كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم إن كنتي أزمعت الفراقة فإنما زمت ركابكم بليل مظلم ما شفتكم طلعتوا بدون لا أشوفكم كنتي أزمعت الفراقة فإنما زمت ركابكم بليل مظلم ويروح بالقصيدة لني يقول لأثني علي بما علمتي فأنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم يعني اذكريني بالخير عند الناس اللي موجودين قولي اللي تعرفين عني أنا رجال سمح مخالقتي يعني أحب الناس وعادي وطيب مع الناس كلها إذا لم أظلم إذا ظلمت عز الله أني أخرب الأول والتالي بيروح طال أمر كنتي عنتر مشداد في قصيدته إلى أن يصل الافتخار بالنفس وهذه عادت عنتر في قصائده كلها دائما التعفف الافتخار بالنفس ذكر لونه الأسود كلها الأمور هذه لازم يذكرها في قصائده يعني في قصائده العظيمة فما بالك في المعلق الشهير اللي عنتر مشداد إلى أن يصل إلى أن يقول ومدجج كره الكماة نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم جادت له كفي بصادق طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القناة بمحرم لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئرم في لبان الأدهمي فهمت الصورة شان الرماح تجي طال يوني يسار هو طال أمرك رائح أنت يا أنتر والشداد لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئرم في لبان الأدهمي إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق ومقدمي فلما تتبع القصائد تعرفت يعني شوف حتى البيت اللي قلناه الحين أخذك إلى عمار بن زياد في ناس يقولون دخل عمار بن زياد ابو نمر لما تقول البيت هذا تستذكر القصة الشهيرة العنتر بن شداد مع عمار بن زياد فتشتبك عندك لحدات كلها وكأنك تشاهد مشهد سينمائي عظيم قدامك إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق ومقدمي إلى أن يروح في الأبيات ويصل إلى الأبيات العظيمة الله أبيات ابني ضمضم حدث تاريخي مر حدث تاريخي مر من هنا ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناظرين إذا لقيتهما دمي إن يفعل فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعم عظيمة يا أخي أبيعة أنتر من شداد في المعلقة والأعظم منها أنك تفهم هذه الأبيات وتعرف الأحداث اللي موجودة فيها أبيات عنتر من شداد يروح عنتر بالقصيدة يروح يروح إلى أن يصل إلى عبلة ويقول لحبه الأوحد في هذه الحياة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهندي تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمأت كبارغ ثغرك المتبسم هل لا سألت الخيلة يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لا تعلمي ينبئك من شهد الوقيعة أنني أغش الوغى وأعف عند المغنم حتى في ذكر عنتر من شداد لحبيبة عمر عبلة بنت مالك يذكر تعففه عن المغانم في المعارك والحروب إلى آخر ما ذكر في معلقته الشهيرة توفي عنتر من شداد في عام ستمية وخمسطاعش قبل بأث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان من فرسانهم أو الفرسان اللي واجههم عنتر من شداد في حياته عمر بن معدي كرب اللي أدرك الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وكان بطل معركة القادسية وكان أيضا من الشعراء اللي يعرفهم عنتر من شداد وكانوا من قوم عبس وأدرك الإسلام وأسلم اللي هو الحطيئة كثير من السير اللي تمر عليك مرر الكرام لكن سيرة عنتر من شداد مستحيل أن تمر في التاريخ مرورا عاديا مرورها دائما مرورا عظيم تستقي منه كل الدروس التي تريد أن تصل من خلالها إلى المستحيل لتجعله في حياتك متاحا تواجه على خير إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر